طيب النهاردة ان شاء الله هنخلص مع بعض الانتروداكشن وهنبدأ بعد البريك بتاع الصالة ان شاء الله في الفوكاستنج. اه كاول موضوع في الطابيكس الحصة به. اه اه انا بيهز لكم البروجيك بحيس ان شاء الله مرة الجاية هيبقى معاكم. اه على اساس ان احنا اه اي جزء هنخلصه هنبدأ نشغل في البروجيك على طول اول باول بحيس لو عندك اي استفسارات دايما في بداية المحاضرة كده اللي عنده اي استفسار يخص البروجيك او يخص المادة. فهنبدأ بيه الاول بعد كده نتوش في المحاضرة بيزن اللي طيب دي الليرنينج اوبجيكيبز اللي احنا ان شاء الله هنغطيها في الشابتر. اللي عبارة عن هندي ديفنيشن لالوبريشنز آآ مانجمند. هنتكلم على الميجور آآ فانكشنز اريا المقودة في وهنعمل كومباريزون ما بين السيرفيس والمانيفاكترينج. وهنتكلم على الفانكشنز ساعة الوبريشنز مانجر. وهنتكلم على الفرق بين الدزاين والتشغيل اللي هو هنتكلم على آآ بعض الاشيز الخاصة بالدسجان مايكينج وهنتكلم على الابروتش اللي احنا نستخدمه اللي هو الابروتش ان شاء الله. آآ ده كل ده هنغطيه بإذن الله في شابتر الانتروباكشن. في البداية كده آآ زي ما قلت ممكن المرة الفاتت انا هعيد كل قلت قبل كده. آآ انه دايما البرودكشن سيستيم هو سابسيت من الايكانومي. الايكانومي فيه قطاعات كتيرة منها الصناعة منها الزراعة منها السيربس الحاجات دي كلها. فالبرودكشن هو دايما سابسيت من الايكانومي بتاع الدولة ككل. والرو ماتيريالز من ناتشل ريسورسز هي سابسيت من البرودكشن سيستيم. فاحنا ان شاء الله في المادة دي هنتعلم ازاي عشان آآ وطبعا هتكلم في وسط الكلام على السيربس لكن هو الكتاب بطبيعته يعني اكتر من يمكن كل تتكلم على وفي اخر الشابتر ندي لك صفحة كده اتنين عن السيربس الفارق بينه وبين المانيفاكشن في الجزئية دي وهكذا. ده هيبقى الترتيب بتاع الشابتر كل خاص بالجزئية دي. اما اجعرف البرودكشن سيستيم هو عبارة عن كونفيرتينج الرو ماتيريالز يعني انا عندي الرو ماتيريالز يعني ملاش اي استخدام الا انك انت لو حاولتها الى برودكت قادر استفيد منه. زي الخشب يعني كان خشب كده ملوش اي اي فايدة لكن الخشب لما يتحاول ليه تربيزة ولا كورسي ولا ولا دولاب ولا سرير دي بقى اصبح يصفو البرودكت قادر استفيد من خلاله. دايما بيقيسوا البرودكشن على انه هو ده الطريقة اللي احنا بنحسب بها بمدى التقدم الايه? اه الدول. فكان لو تفتكروا زمانكة الدول الصناعية هالدول متقدمة والدول الزراعية هالدول ايه? الغير متقدمة او زي ما كانوا بيسموها دول العالم الايه? التالتة او الدول النعمية. فانا من خلال البرودكشن قادر اعمل او امبروف ليه? بتاعت الايه? بتاعت الدول. طرد زي ما قلنا هو بتاع الدول عشان الدولة هتقدم بيبقى من خلال البرودكشن. طبعا البرودكت النظر دي اضغارتي لحد ما هو الرهلك البرودو. وانحنا شغالين ان شاء الله في الشبط. ازا هو عبارة عن سيستيم لتحويل الرو الى فاينال برودكت. والفاينال برودكت ده احنا بكده هنقسم طبعا البرودكت دي اما يبقى بشكل حاجة ملموسة حاجة آآ تانجيبل بنوني عليها جودس سلعة او انها تبقى حاجة غير ملموسة بنوني عليها سيربس. فكلمة برودكت بتاعني سيربس وبتاعني الجودس في نفس الايه? في نفس الوقت. احنا ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل على الكناة ده. دلوقتي لو انت بسيت على اي في الدنيا هتلاقي دايما فيها يعني ثلاث وظائف اساسية. مش معنى كده ان دي الوظائف بس لا فيه وظائف كتير وكلهم مهمين. لكن دول ثلاثة اساسيين لازم يكونوا موجودين. ايه هم الثلاثة? الفاينانس الاوبريشنز الماركت. هنا بالنسبة لنا الاوبريشنز بتعتبر زي المحرك بالنسبة للسيارة. يعني كان دور الاوبريشنز في المنظمة هو بالضبط دور المحرك في العربية. العربية من غير محرك هتبقى الجسة هامدة ما لها اي استخدام ولا لها اي معنى. نفس الكلام المنظمة من غير ما يبقاش لها اي معنى. ليه? لان هي المسؤولة عن انتاج المنتج. اللي احنا بننتجه والمنتج هنا ياما ياما جودس. يبقى اما بانتج منتج او بقدم خدمة. فدور هي طبعا الادارة المسؤولة عن تقديم الخدمة او انتاج للمنتج. فبدون الخدمة او بدون المنتج اللي انت بننتجه المنظمة ما لها شيء معنى. ان اي منظمة هدفة الاساسية ايما انتاج منتج او تقديم ايه او تقديم خدمة. يبقى هنا بالنسبة للمنظمة هي بالضغف زي المحرك بالنسبة للسيارة. والوظيفة التالتة اللي هي الماركة. فدول تلات وظيفة اساسية لازم يكونوا موجودين في اي منظمة. زي ما قلنا دور هو انتاج السلعة او تقديم الخدمة اللي احنا مسؤولين عنها. دور ان هو بيماول العملية بقى الانتاجية دي نفسها. محتاج تقبض العمال. محتاج تشتري او ماتيريز. محتاج تشتري مكان. محتاج تشتري قطاع غير. ده دور اللي هي الفاينانس. وبيشوف ماذا ربحية للمنتج من عدمه. والماركتينج مسؤولين عن ومسؤولين على بتاعت الشرك. يعني هم اللي بيرواجوا المنتج. وهم اللي بيبيعوا المنتج. ده الجزء للماركة. عشان كده دور بيسموهم التالت وظيفة اساسية للموجودين في الشركات. هاي دي الدور بتاع التلاتة. يعني ايه الكلام ده? يعني انت دايما انت مثلا ما تليجي في الشركات لاجنة المشتريات فيها دايما مندوب من الاضارة ماليه. طب ايه دور المندوب ده? دور المندوب عشان يتأكد ان الاسعار دي اسعار معقولة مش مغالة فيها فهاش عماليات والحاجات اللي بتهم في النص دي. وانه قدروا يعملوا اللوكيشن ليه رسورس بتاعة الفلوس للحاجات الضررية للشرك. يعني ما يشتريش حاجات مالهاش اي لازمة. وبالتالي يبقى لازمة في حد من الضرر المالية عشان يضمن الكلام ده. ان الفلوس بتخصص فيه الحاجات المتصصة ليه. بالنسبة ليه زي ما قلنا بروديوسين الجودز او بروفايدين السيرفز. طبعا جودز والسيرفز اللي اتنين على بعض اسمه بروديكت. تمام? لكن هنا بنقول ان دايما دور الابريشنز is to produce الجودز او بروفايد السيرفز. وده الدور الاساسي بتاع الابريشنز. عشان كده قلنا ان الابريشنز بالنسبة ليه هي بالظبط ازاي المحرك بالنسبة ليه السير. لان هي المسؤولة عن انتاج المنتج او تقديم الايه الخدم. بالنسبة ليه الماركتنج. الماركتنج له ثلاث ادوار. هو بيحدد اختياجات العمله. لان هم دول اكتر ناس مرتبطين بالعميل. تمام? الابريشنز بتعملش بالعميل خالص ولا بيشوفه اصلا. وبيعمل بروموشنز ليه المنتج. بيعمل دعاية واعلام. بيعمل عروض والامورة كلها. وبيسيل ليه المنتج بتاع الشركة. يبقى التسويق والبيع للمنتج او الخدمة اللي بتقدمها الشركة. طيب الثلاث ادارات دول. زي ما احنا شايفين محور التعاون ما بينهم هو مين? البرودكت. يعني الابريشنز بينتج البرودكت. الفينانس بيمول البرودكت. الماركتنج بيه? بيماركت ليه? البرودكت. اذا دايما محور التعاون ما بين الثلاث ادارات هو البرودكت اللي احنا بنقدم. سواء كان سلعة او خدمة. طيب لو عايزين نحط بقى دلوقتي ليه الابريشنز مانجمينت. فالابريشنز مانجمينت المعصول بايه? اذا كل الاكتيفيتز اللي بتتم في الشركة بانتاج المنتج او تقديم الخدمة كل ده باندارك تحت الابريشنز. فالابريشنز هي المسؤولة عن ادارة كل الاكتيفيتز المتعلقة بانتاج المنتج او تقديم الايه? او تقديم الخدمة. فبالثلاث ادارات دول او التلات الاساسية اللي قلنا عليهم دول دايما فيه منهم وبين بعض حتة التعاون. وزي ما قلنا ان محور التعاون ما بينهم هو ليه? البرودكت. طيب. الرسمة دي بتبينين? بتبين احنا مقسمانها الى اربع مناطق. الاربع مناطق دول. المنطقة رقم واحد دي نقصد بها كل الكرارات الخاصة بابريشنز. وليتت بماركينج. المنطقة رقم اتنين دي الكارارات الخاصة بابريشنز وgranate بالفاينانس. ومنطقة رقم تلاتة دي الكارارات الخاصة بابريشنز ورليتت بابريشنز ويه? الفاينانس ادي سيمتا. والمنطقة رقم البعض دي هي القرارات الخاصة بالاوبريشنز وما لاهاش علاقة بباقي هي الاذارات. يعني ايه الكلام ده? هنشوف اجزامبلز على الفصص دي. المنطقة رقم واحد. بنقول هي القرارات الخاصة بالاوبريشنز زي مثلا القرارات الخاصة بمواصفات المنتج. الاوبريشنز مانجر ما يقدرش يلعب في مواصفات المنتج ولا يغير فيها الا برجوع للماركتينج. ليه? لان الماركتينج هو اللي بيتعامل مباشرة مع الكاستمر. الاوبريشنز مانوش علاقة بالكاستمر هو اللي بيتعامل معه. يعني ساعات انت بتشتري منتج ما انتش عارف المصدر حتى اللي انتاجه فيه. انت بتعامل مع الناس بتوع الماركتينج بيقصولك الحاجة اللي غيرت عندك او من خلال الوكلة او تجري الجملة والامور ده كلها. ازان انا هنا اي تغيير في مواصفات المنتج ما قدرش يعمله الا بالرجوع للماركتينج. طب المنطقة رقم اتنين. المنطقة رقم اتنين تنقص بها الكارارات الخاصة بالاوبريشنز وريليتد بالفاينانس. زي مثلا الكارارات الخاصة بالماشين يعني مثلا دايما الاوبريشنز مانجر عايز المكان يبقى جديد. يعني الاوطال كل يوم يغيرها هيغير. لكن هالي يقدر يعمل الكلام ده بدون الرجوع للفاينانس ما يقدرش. ان الفاينانس لازم يوفر له الفلوس اللازمة عشان يقدر يشيري حط الانتاج اللي هي الجديد. ازا انا في هذه الحالة ما قدرش من نفس كده ان انا غير المكان. طب المنطقة رقم ثلاثة. المنطقة رقم ثلاثة. دي بقى الخرارات الخاصة بالاوبريشنز مانجمنت وريليتد بالفاينانس والماركينج اتا سام تايم. زي الفرارات الخاصة بادخال منتج جديد. لو انا بنتج منتجين وعايز انتج منتج ثالث معهم. في هذه الحالة المنتج التالت ده لازم تعمله ايه الفيزابيلة ستادي. الفيزابيلة ستادي دايما لها تلات جوانب. الليها جانب ولها جانب ماركينج ولها جانب فاينانس. فبتوق الاوبريشنز بيشوف هل يقدر ينتج المنتج ده بتكلفة معقولة درجة جودة معقولة ولا لا? عشان هادر انافس السوق. بتاع الماركينج بيشوف هل في طلب كافي على المنتج اللي انا هنتجه ده ولا المنتج اصلا مش مطلوب في السوق. بتاع الفاينانس هيشوف هل في موازنة موجودة عشان اقدر اعمل خط الانتاج الجديد ده. وهل المنتج الجديد ده مربح ولا غير مربح. ازان هنا القرارات الخاصة بادخال المنتج الجديد ده لازم تتم ما بين الثلاث ادارات الوبريشنز والماركينج ويه الفاينانس. طيب المنتج رقم اربعة. دي قلنا فيها القرارات الخاصة بيه الوبريشنز ومالهاش علاقة ببقية الايه الادارات. زي القرارات الخاصة بالكواليتي كنترول. فالقرارات الخاصة بالكواليتي كنترول اللي انا مسلا ما اصدع بينتج اه موسير ماس. مفروض قطر المصورة يبقى اتنين موس. فانا هنا فيها يبقى فيه بروسيجر هيتعامل عشان اضمن ضمان جودة المنتج ده وانه فعلا قطر المصورة اتنين موس. فهنا الماركينج ده له علاقة بالكلام ده ولا الفاينانس له علاقة بالكلام. اما بتوع ده جزء من طبعا يبقى عنده بروسيجر سمعانة هيتباحها عشان اه يتأكد من الكواليتي بتاعة المنتج. فهنا لا الفاينانس بتدخل فيها ولا الماركتينج بتدخل. هذه دي الفكرة بتاع اللي بيتم مبين اللي موجودين في اي ارجونيزيشن. احنا قلنا دول السري بايسيك فانكشنز. طب بقيت الفانكشنز هاللي المعلاقة بالاوبريشنز? طبعا دايما فيه انترفيس مبين الاوبريشنز مبين بقيت الادارات. يعني الشركة ممكن يكون فيها ادارة خاصة به الاندسترية الانجينيرين. المنينسنز الباوريك ريليشنز. البيرسنيل. اللي هي ادارة الافراد يعني اللي هي ماس اللي هي التبلغيشنز وانسوان. هنا طبعا فيه انترفيس وفيه علاقة بين وبين وكل وظيفة طبعا من دول اللي هي دورها ولي هي اهميتها في لكن التلاتة اللي كانني عليهم دول اسمهم بايسيك فانكشنز يعني التلات وظائف الاساسية اللي لما تيجي تتأسس اي مشروع جديد لازم فيه التالي الحاجات ده. لازم فيه وفينانس ومارتق. الترانسفورميشن بروسس دي المسؤولية بتاعت الوبريشنز مانجمنت. لأن الوبريشنز مانجمنت تقولني هي المسؤولة عن إيه؟ مسؤولة عن إنتاج المنتج أو تقديم إيه الخدمة. إذن هنا تقديم الخدمة أو إنتاج المنتج ده بيتم من خلال الترانسفورميشن أو الوبريشن بروسس. إذن الترانسفورميشن أو الوبريشن بروسس دي مسؤولية مين؟ مسؤولية الوبريشنز مانجر. يعني كل الأكتيفيتز اللي بيتم في الشركة عشان تحاول الإيمبوتس إلى أوتبوتس هو ده شغل الوبريشنز. طيب. لو أنا بصيت على الرسمة، الرسمة دي دي بتبين إن دي أي منظمة أو أي سيستم تقدر ترسمه في الشكل ده. إن أي سيستم أو أي منظمة عبارة عن إيه؟ مجموعة من الإيمبوتس بعدين الترانسفورميشن بروسس والاوتبوتس النهائي اللي أنا تنتجه. فأنا مثلا لو بصيت على أي شركة الإيمبوتس ممكن تبقى إيه؟ الإيمبوتس ممكن تبقى اللاند، الأرض اللي انت عامل عليها مشروع، الليبر، الكابيتال، الانفورميشن، اللي عند الناس، كل دي عبارة عن إيمبوتس. الإيمبوتس دي بيتعامل لها عشان في الآخر أطلع بالاوتبوت النهائي بتاع الشركة. الاوتبوت لو حاجة ملموسة بنتجه بتسميها جوتس. لو حاجة غير ملموسة بنتسميها إيه؟ سيروس. ودايما بيتم كنترول على الثلاث مراحل. يعني على الإيمبوتس بيتم كنترول وعلى الترانسفورميشن بروسس وعلى الكنترول. زي مسلا على سبيل المسال الكواليتي كنترول اللي بتتم على الرو ماتيريالز. انت لما بتشاري رو ماتيريالز عادتاً مناخد سامبل من الرو ماتيريالز ونعملها الانسبكشن. الانسبكشن ده في الآخر بطلع بفيدباك. الانسبكشن ده قد يكون في مجرم انت معاينة بعملها. اه لو انا مثلا جايب موسير خام كده او حديد باشوف بتاعة الحديد باشوف مثلا الديامتر بتاع الحديد الطول الكلام ده كله درجة الصفتنس بتاعته درجة الصلابة. فباخد مجرم بايس. فبارجع في الآخر بفيدباك. الفيدباك ياما الرغم تيلة دي مطابقة للمواصفات او غير مطابقة للمواصفات. نفس الكلام على الترانسفوميشن او الكونبيرجن براسس. برضو اثناء خط الانتاج هو شغال بنروح ناخد سامبل من المنتج. وهي نعمل عليه شوية مجرمس معينة. وباطلع في الآخر بي فيدباك. ان البروسيس الكنترول ولا اوتو الكنترول. نفس الكلام الاوبوت قبل ان المنتج النهائي يخرج برا المصنع. عشان نعمل بقى الفاينال فريفكيشنز ان المنتج مطابق المواصفات. منافض منه سامبل. بنعمل شوية مجرمس ومنطلع بفيد باك. فهنا مراحل الكنترول بتتم على التلاتة اجزاء بتوع السيستم. الانبوتس والاوبوتس والايه? والترانسفوميشن براسس. فهنا هنا بالنسبة للترانسفوميشن براسس. هي دي اللي باتارات طبعا لها بتاعت الارجانيزيشن. ان اي ارجانيزيشن اللي هي فاليو ادد. فالفاليو ادد هي نتيجة لها عملية الترانسفوميشن او كونفيرجن براسس. الاكتيفيتس ده انا عملتها عشان نحاول الانبوت الى اودود هي دي اللي تلطب عليها الفاليو ادد. فالفاليو ادد دايما هالفارق ما بين قيمة الاودود والفاليو او الكوست بتاعت الانبوتس. انا استخدمت ايمبوتس في متى عشر مليون. طلعت اودود في متى خمسلاشر مليون. يبقى الفارق ده. هو ده الفاليو ادد بتاعت الايه بتاعت الشركة. اللي جزء منها طبعا البراخت. يبقى ده 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 اي سيستيم او ترانسفوميشن براسسس بنرسمها بالشكل. الفارق بين الفاليو ادد وال البرودكت باكتش. الفاليو ادد كدفينيشن هي عبارة عن الديفرانس بتين الكوست ايمبوتس. او البيس بتاع الاودودس. يعني استخدمت ايمبوتس عبارة عنه وعمالة وآلات وكلام دي كله قيمتها خمسة مليون. طلعت منتج قيمته هيباع في سوق بسبعة مليون. يبقى الفارق الاتنين مليون هي ده الفاليو ادد بتاعت الايه? بتاعت الشرك. يبقى دايما البيد ادد هي الديفرانس ما بين البيس او البيس بتاعت الاودود والكوست بتاعت الايمبوت. فدي منسميها الفاليو ادد. البرودكت باكيتش نقص بيها هي ما بين البيس والسيرفز. يعني دايما تلاقي الشركات اللي بتنتج منتجات معينة بتقدم جنبها بعض اللي ايه? الخدمات عشان يخليها مور كومباتيتيف. يعني تلاقي مسلا الشركات اللي تبيع لك العربيات بيعمل لك آآ بيديك فترة ضمان بيبدأ يبقى لك الزيت خلال الفترة دي مسلا ببلاش. بيعمل لك آآ قطع غيار باسعار مخفضة. يعني بيديك شوية سيرفز كده جنب البرودكت اللي هو آآ بينتجه. فدي اسمها البرودكت باكيتش. البرودكت باكيتش هو عبارة عن كومبينيشن ما بين الجزء والسيرفز. ودايما دي اللي بتخلي الشركات مور كومباتيكل. يعني انت بتروح تشتري من شركة معينة عشان بخدمات اللي بعد البيع اللي بتقدمها افضل من الشركات اللي ايه? الاخرى. فدي هي دي المقصود بها اللي ايه? البرودكت باكيتش. فدايما الاسسنس الاسسنس على النقاط التي يست expressed in love scileri var خارجوا أما VIDA! يعني إيه اللي بتضيف اللي مع المنتج على الترانسفوميشن بصد ما هي المسئولية بتاعت البرودكت وباصلعتها انا الـ value added. طيب الـ value added للشركات اللي هي الـ non-profit organization. الـ non-profit organization دائما الـ value added هي الـ value اللي انت هتقدمها للـ society. يعني الدولة مثلا لما بتبني مستشفى حكومية. بيبقى الـ value added تعاني 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 عدد المواطنين اللي انا هخدمهم. فكلما اخدم مواطنين اكتر كلما الـ value added طيب اكتر. لكن بالنسبة لـ for profit organization الـ value added دائما هي الفارق ما بين الـ cost بتاعة الـ inputs والـ value او الـ price بتاع الـ output اللي انت طلعتها. يبقى هنا وجهة نظر مختلفة ما بين الـ for profit organization و الـ non-profit organization. الـ for profit organization دائما بيدور على انيعمل للفارق ما بين الـ cost of inputs والـ value of price of output. لكن بالنسبة ليه الـ non-profit organization دائما الـ value added بيتقاس بالـ بالـ value اللي هتتقدم ليه الـ society المجتمع اللي انا بغدب. الـ value added بقى بالنسبة للشركات. دكتور محمد. الفضل. انا معلش انا اسم بي بس كده كده زي مننا مش قادر يدفل على المخاضر ومش نازل المادة عنده 60. ممكن تبعط اللينك قريب عشان يدري يدفل. شكرا. 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 انا هنا بتتلم على الـ value added. الـ value added زي ما قلت هي الفارق ما بين الـ cost of inputs والـ value of outputs. انا بس بفتح الواتساب على الكمبيوتر عشان اشير اللينكات. بيانت طبعا زي ما قلت وجهة النظر بتختلف ما بين الـ الـ بالفارقة بالفائ 한다. مالكماً ما بين الـ و هنا دايماً الشركات أريد تركها zu maximise الفائدة. أما الشركات Wenn الـ طيب الشركات الخاصة بتستخدم الفاليو القادي بتعمل بها ايه? الفاليو القادي بتعمل بها ان اه جزء منها بيروح جزء منها هيدفع بمرتبات العمال جزء منها هيبقى اه ارباح اه تتوزع على المساهمين انسوا. انا باختح انا باختح انا باختح انا باختح انا باختح الواتساب بس باي. اه. هل ينفع تحت اي ظرف المحدي يبقى التاني او يبقى في خد المساكة الواتساب ايه. طيب انا كده ايه اه اتبعت اللينك او. اشوف كده وصل بس على الواتساب ايه. طيب هي اللينك بس ايه اتبعت يعني ده مسا ديه على ما ايه. هرجع وستاني الليه الام. طيب هي اللينكي كده خلاص اعتقد. لأ لسه اش عارفتين. يعني انا حطيتها خلاص على الواتساب بس ايه. لسه بيحملها معرفش ليه. طيب. طيب يقدر بقى يخش على ال 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 ا ال 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 justice. طب تفضل بقى اي سلاة لو سمحت عشان اه كيف يقول حضرتك هل ينفع تحت اي ظرف المظروف انا بعمل بيزنس ينفع يعني فيه حد يريبوت التاني من الثلاثة دول او حد يمسك اتنين بوزيشنز مثلا وانما يستحيل لو بالتكلم نحن نتكلم حاجة كبيزنس حاجة صح يعني هو كوبوس كبيزنس صغية لسه بادئ يعني ممكن واحد يقوم بالثلاثة في الاول لحاجة ظهرة لسه تمام لكن طبعا مع كبر البيزنس لا لازم يبقى فيه واحد مسؤولة عن الفاينانس واحد مسؤولة عن ماركتنج واحد مسؤولة عن الاوبريشنز حسب حاجم البزنس طبعا نفسه والاوبريشنز ممكن 3 اربعة يمسكوه وماركتنج اثنين ثلاثة تحت مدير عامل الماركتنج مثلا تمام نفس الكلام الفاينانس ممكن يبقى تحتيها الإدارة الكبيرة تحتها إدارات منفصلة يعني الفاينانس عاجة بيحطوا إدارة حسابات وإدارة المراجعة وإدارة التكاليف كل دي ممكن تبقى إدارات تحت تحت الفاينانس حسب بقى مدى قبر أو صغر البزنس نفسه لكن كبزنس مبتدئ لسه طبعا زي ما قلت ممكن في الأولي بقى واحد بقى كده بقى اثنين بقى كده بقى ثلاثة يعني تبقى الوظيفة توزعة بتاع الفاينانس مختلف عن الماركين مختلف عن يعني دي حصب حجم البزنس يعني عندنا مساكلة فيما إدارة المالية حاجة كبيرة أو فيها إدارات كتيرة جدا في إدارات كتيرة أو المراجعة في إدارة التكاليف يعني ده موجود تحت في المعاشات حطينا برضو جوة الإدارة المالية فطبعا إيه كلما البزنس يكبر كلما نكتر الناس اللي هيخطولوا في الإدارة دي اللي أعتقد اللي إيه اللي دخل منتظر أنه نعمل له خلاص فكده إيه هيفش معنا المحاضرة كمان طب الجودز and service continue بإيه الفكرة بتاعت الجودز and service continue إيه نحن دايما بنقول إن الجودز and service are often occurs jointly يعني دايما بيحصلوا مع بعض بمعنى إيه؟ بمعنى إن دايما الشركات اللي بتقدم جودز جنبها بتقدم سيرفز والشركات اللي بتقدم سيرفز جنبها بتقدم جودز لكن احنا في الآخر بنول الشركات يما جودز oriented يما service oriented بص كده الرسمة دي عايزة تقول إليه لو أنا بدأت الرسمة دي من تحت خلاص اللي هي الشركات اللي شغالة في صناعات الأوتوموبيل assembly way steel making الشركات دي هي عبارة عن goods oriented يعني الغرض الأساسي منها إن أنا أنتج سلعة ملموسة سواء بيه بننتج عربيات بننتج مثلا الصناعات المعدنية وكلام ده كله أنا بنتج سلعة ملموسة بننتج لكن جنب الكلام ده في حتة صغيرة كده دخلة في السيرفز إن أنا ممكن أكون عندي مصنع عربيات وفي نفس الوقت بقدم بعض الخدمات الخاصة بالعربية تغيير زيت شوية صيانات الكلام ده كله اللي بتعامل للعميل بعد إيه بعد البيع لكن ده مش هيحول الشركة اللي بتنتج سيارات من منفاكشنج إلى سيرفز لا هي مازالت goods oriented تمام لكن حتة سيرفز حتة صغيرة لو طلعنا اللي فوق شوية الhome remodeling شركات المأولاد الشركات اللي بتنتج بتبني عماير وشواء وفيلة والكلام ده كل طيب هي في الآخر الغرض لأساس إنها بتبني الشقة أو بتبني الفيلة يعني بيقدم جودز بيقدم حاجة ملموسة لكن بعض الشركات دي هي اللي بتقوم بعملية البيع البيع ده سيرفز يبقى المجامب المباني في سيرفز خاصة بالبيع لكن هو في الآخر شركات المأولاد ده عبارة عن goods oriented مش مش service oriented فدي دي الفكرة بتاعت الايه بتاعت الكلام ده وهكذا ما تطلع بقى الفوق عند teaching والسرجent teaching and surgery هي service لكن في نفس الوقت ممكن يبقى فيها جزء صغير بقدم جودز كteaching بسه ممكن يديك كتاب ممكن يديك فلاشة عليها لحاجة ممكن يعملك سيدي ممكن يديك ورق ماتيريال تصوره أنا بديك جودز لكن في الآخر التعليم ده service نفس الكلام العملية الجراحية ممكن يبيركب شريحة بيركب مصامين او جودز لكن هو في الآخر العملية الجراحية دي دي service فهنا بنقول ان دايما الجودز والservice اللي اتنين بيحصلوا جوينتلي يعني بيحصلوا مع بعض لكن في الآخر درسالنا في الشركة ياما جودز oriented ياما service oriented حسب الاغلب في هايه دعا نشوف two examples كده واحد على مصنع واحد على service فالمثال اللي على المصنع او manufacturing هنتكلم على food processor الفود بروسيسور اللي هي الشركات اللي بتنتج الأجزية الأجزية الجاهزة زي الفضروات الجاهزة زي الشركات المرباط الكلام ده كل فده الفود بروسيسور فأنا هنا شركة زي كده الiinputs والبروسيسور اللي بيتم وهي الاغلبوز الiinputs بتاعت الشركات المنوعي دي زي الخضروات اللي أنا أستخدمها عشان أصنع بيها المتالشيدز اللي أنا هستخدمها لتصنيع العلبة اللي هعب فيها الخضروات الواطر الانرجي الليبر البيلدين الالكوبينت الالكسپيريينس كل دي عبار عن الiinputs الiinputs دي بيتم الكاتينج الكوكينج الباكينج اللي بيتم زي الورع اللي على العلبة في الآخر دي فدي كلها عبارة عن بروسيسنج دي ممكن طبع إدارات جوه الشرك يعني فيه إدارة مسؤولة عن التنظيف إدارة مسؤولة عن التقطيع وفيه الكوكينج والباكينج ومسؤول يبقى دي إدارات مختلفة جوه الشركة كل ده تحت البروسيسنج ممكن كل دول يرقصهم واحد في الآخر لكن فيه تحت إدارات زغيرة وفي الآخر الأودبوت اللي أنا أنتجه عبارة عن الكاند بيجتابلز الكاند بيجتابلز اللي الخضراءات المحفوظة اللي هي نص تسوية تحس تساوها بسرعة وتخلص بسرعة فدي ده مسنع مثال على مسنع قادي مجموعة الإيمبوتس قادي مجموعة البروسيسنج وادي مجموعة الـ Outputs اللي أنا بنتجها في الآخر الـ Operations هي المسؤولة عن الجزء اللي في النص ده هي المسؤولة عن البروسيسنج يبقى كل الإدارات أو كل الـ Activity اللي بتتام في البروسيسنج ده الـ Operations مسال على مستشفى يعني المستشفى دي بتقدم خدمة فالإيمبوتس بتاعة المستشفى عبارة عن عبارة عن الدكتور ونيرسز دكاترة والمرضات الـ Hospital نفسه المستشفى المبنى خلاص المستشفى المستشفى السرائر كل الإيمبوتس اللي موجودة في المستشفى طب البروسيسنج اللي بتتم في المستشفى عبارة عن عبارة الفحص اللي بيتم المونيترينج الميديكيشن الثيرابي كل دي بروسيسنج بيتم جوه المستشفى الأوضوص بتاع المستشفى بالآخر يطلع سليم فأنا هنا بالنسبة لي البروسيسنج ده هو ده الشغل طبعا بص بلحظ الفارق ما بين المانيفاكشنج ويه السيرفز المانيفاكشنج بص الأوضوط حاجة ملموسة حاجة يعني لا يختلف على اتنين يعني أي مصنع بينتج كلنا شايفين الأوضوط تحتوي عبارة عن لكن حاجة زي المستشفى إيه الوحدة الأوضوط تعدي هل عدد الناس اللي دخل وطلعوا مستشفى ولا اللي دخل عيان وطلع سليم ولا ولا ايه بالظبط هنا دايما الأوضوط في السيرفز ما بتبقاش ملموسة قوي زي البنك إيه إيه اليونت بقى ضوط تحت البنك هل عدد الحتابات اللي فتحها ولا العمل اللي الكوداد كل يوم ولا الفلوس في المصانع مصنع بينتك سيارات فاليونت تبقى ضوط سيارة مصنع بينتك تلاجات تلاجة غسالات غسالة تلفزينات تلفزيون من سؤون لكن في السيرفز تعال كده تلاقي الموضوع ما هوش ملموس قوي زي إيه زي المانيفاكشن وده بترتب عليه إن حاجات كتيرة قوي في السيرفز بيبقى صعب يس غير المانيفاكشن يعني المانيفاكشن هتلاقي مثلا ما قولك البرودكتيفتي هتبقى أسهل في المانيفاكشن عن السيرفز إنك تعمل حيبة في المانيفاكشن أسهل من السيرفز أنسوك بسبب إيه بسبب إن اليونت تبقى وضوط المانيفاكشن واضحة وصريحة لا يختلف عليها اثنين لكن بالنسبة ليه السيرفز لا هي واضحة ولا هي صريحة وكلنا ممكن نختلف فيه دائما بيصلفوها لخمس أنواع ياما جودز بروديوسينج ودي كل الورجنيزيشن اللي في الآخر بتنتج منتج زي الفارمينج الزراع بينتج لنا أخضار بينتج لنا فاكهة الكلام ده كل يعني بيطلع منتج ملموس الماينينج التعدين الكونستركشن بينتج شواء وعمائر وفيلة الكلام ده كل المانيفاكشن الباور جينريشن وانسوان المانيفاكشن بقى هنا الشركات بقى اللي بتنتج ملابس أحزية أي منتج تلاجات غسلات منتجات كل ده تحت المانيفاكشن والباور جينريشن بقى الشركات التي تنتج جهربة اللي بتنتج طاقة شمسية اللي كانت ده يبقى ده أول نوع من أنواع النوع التاني من اللي هو والترانسبورتيشن والشركات بقى اللي شغالة في المجال كل دي بتتصنق على أنها طبعا يمكن ما عندنا شيخنا في مصر الكلام ده بره موجود في أمريكا في مثلا مبنى ضخم كده كله عبارة عن مخازن انت مسلا عايز تخزن بحاجة هتروح هتتعاقد معهم مسلا عايز مغزن مساحته مسلا مئة ماتر لمدة شاشة هيعطيك المفتاح بتاعه يديك المكان وتدفع رسومه وبقى المغزن ده بتاعك لمدة شهر حط بقى فيه اللي انت عايزه لمدة شهر اتنين تلاتة حسب ما انت عايزه مباني كبيرة وضخمة كده وفيها كل المساحات اللي انت تعايز كبير وصغير وكل حاجة يعني حتى كان فيه ناس مثلا نازل اجازة في الصيف فبدل ما يدفع ايجار الشقة بتاعته لا كان يسيب الشقة ويقضع عفشو يحطه في مغزن لو الشقة مثلا اجرب الف دولار المغزن هيبقى بمئتين دولار ولما يجع الشقة تانية وانا كده شقة موجودة بوفرة وكلام من ده بازاي فهتلاقي الدنيا مختلف فدي موجودة بقى يمكن هنا الفكرة دي مش موجودة زي بقى الشركات اللي شغالة في مجال الشركات الشغالة في مجال البيع بالجملة البنوك اللي سنج اللايبيري اللونز اللايبيري اللونز دي دي برضه برضه موجودة مش عندنا احنا الكلام ده انت مثلا وبتدرس في جامعة وعايز تستعير كتاب مش موجود في الجامعة دي فممكن يجيبه لك من جامعة تانية من مكتبة جامعة تانية لمدة شهر وبعدين ترجعه مرة تانية بساعدة يجيبه من دولة غير الدولة كبان او ولاي غير ولاي فده موجود طبعا بيسموه الشركات الشغالة في مجال الانتراتينمنت مجال الافلام والراديو والتلفزيون والكونسيرت والريكوردي والكلام ده كله والكممنيكيشن بقى الشركات الشغالة في مجال النيوز بيبرز الاخبار والاهرام والحجات دي كلها الراديو النيوز كاس والتليفون والساتيليتز يعني فودافون والمبنيل والكلام ده كله دي تحت الكمميكيشن عايب بقى شركات غير كده بنسميها ازرس اوبريشنز شركات الكنسلتيشن الكلام ده كله بنحطها تحت ازرس اوبريشنز لكن غالبية الشركات تقدر تصنفها تحت واحدة من الخمسة دولة ده بالنسبة هنعمل زي مقارنة بكده بقى ايه ما بين المانيفاكشن والسرفيس فاحنا عارفين المانيفاكشن بيقدم لنا جودز يعني حاجة تانجب الحاجة ملموسة تمام لكن السرفيس هي اكت معين بيتنفز لك دي السرفيس اللي انت بتاخد زي الحل لكن انت بتروح تخلى ايه الاكت اللي تنفز اصر لك شعرك دي دي السرفيس اللي انت خطها هي اكت لكن هي عبارة عن سلعة ملموسة حاجة تانجب وحنا عندنا خارق كبير ما بين الاتنين هم عشر معايير هنقارن على اساسهم ما بين الاتنين دي وقت دايما لازم قولنا ايه يعني حاجة ملموسة لكن ده عبارة عن والاكت هي عبارة يعني فيش حاجة باخدها في ايدي وانا مروح تمام السرفيس بي نقسمها طبعا الى كتيرة كتيرة منها دي الخدمات الحكومية اللي بتقدمها زي خدمات الدفاع والجيش والبليس والاستجل البدني والحاجات دي كلها والشهر العقاري الكلام دا قد اسمها الهولسل والريتيل البنوك ومكاتب الصراف والكلام دا كله وشركات التمويل كل دا تحت الهيلسكين المستشفيات المنصف صفاته والحاجات الصحية البرسنال السرفيس زي الحلاء والكوفير والمكواجي والكلام دا كله البيزنس سرفيس اللي هي الخدمات اللي بتقدم ليه البيزنس تمام التعليم الصحة كل دي تحت الخدمات طب أنا عشان نعمل مقارنة ما بين البرودكت أو ما بين الجودز والسرفيس هما اللي تنقع البعض اسمهم برودكت ففي عندنا عشر معايير للمقارنة ما بين اللي تنقع أول معايير هو الديجري of customer contact من دايما فيه احتكاك أكتر بالكاسمر السرفيس ليه لأن السرفيس لازم تقدم للعميل نفسه لكن المانيفاكشينج بينتج ويخزم وبيشوفش العامل فيه تمام يبقى هنا دايما الديجري of customer contact تبقى على في السرفيس عن المانيفاكشينج ليه أنت عند بالنسبة ليه السرفيس دايما أن الوقت تقديم الخدمة هو نفس الوقت بتاع يعني وقت تقديم الخدمة هو وقت استلام الخدمة أنت بتحلق والحلقة بيحلق لك الاثنين لازم يتموا في نفس الوقت لكن انتاج المنتجات ده بتنتج وتخزها معين تباعة إذن دايما فيه time gap ما بين ما بين الاثنين لكن كده بنقول أن دايما الديجري customer contact بالنسبة للسرفيس أعلى من من المانيفاكشينج الـ uniformity of input بالنسبة لل المانيفاكشينج أعلى من السرفيس ليه لأنا بكلم على مصنع سيارات كل السيارات المنتجة فيها نفس الانبوس لكن لأنا بكلم على مطعم مش كل الأكل فيه نفس الانبوس مختلف وده بيحب ملح زيادة ده ملح حليل ده توابل عالية ده نص سوى ده ربع سوى الكلام ده الانبوس مختلفة نفس الكلام بالنسبة لل الانبوس هي الانبوس اعلى في المانيفاكشينج عن السيرفز الشركة اللي تنتجز عربيات كل عربات زي بعض اختلاف اللون وال options لكن كل واحد لكن ما ينفعش الحلاء مثلا يحلى لكل الناس حلاء زيره ده الانبوس بتاع ما ينفعش كل واحد عايز حلاءة مختلفة إذن الابضوط مختلف كان زمان غالبية الناس بتشتغل في مصانع وقلة اللي بيشتغل في السيرفز دلوقتي بقى العكس غالبية الناس القوة العاملة معظمها شغال في السيرفز وقلة اللي بيشتغل في المانيفاكشنج يعني بوص كده الرسمة دي كلام ده في امريكا في الاربعينات يعني بوص كده اللون الازرق ده السيرفز واللون الاحمر ده المانيفاكشنج ودي نسبة العمالة اللي بتشتغل في السيرفز وال المانيفاكشنج في الاربعينات في امريكا كان 20% من العمالة بيشتغلوا في السيرفز وت 80% بيشتغلوا في المانيفاكشنج سنة 2010 النسبة تقريبا اتقلق بالتمام 20% بيشتغلوا اولا ظهور فهدمات جديدة كانتش موجودة في الاربعينات فهدمات شركات المحمول والانترنت والكلام من ده ده في عدد مهول من القوى العاملة بالشغل في المجالات دي كانتش موجود في الاربعينات حاجة التانية التقدم التكنولوجي التقدم التكنولوجي كان زمان المصنع بتعتمد على الشغل اليدوي والعضلات والكلام ده كله تلاتين واحد شغلوا العام برده فيما هنا نتيجة للتطور التكنولوجي وظهور خدمات ما كانتش موجودة زمان ترطب عليها ان القوى العاملة اتحكس الدول غالبية القوى العاملة بتشغله في السيرفز مش في المانيفاكشن وبالتالي نقدر اكرام ده على فكرة في كل الدول كده يعني مش امريكا بس لكن هي رسمية لامريكا اذا نقدر نقول ان في الوقت الحالي السيرفز اعلى في زمان كان المانيفاكشن هو اللي كان اعلى النقطة الخامسة الميجرمين اوف برودكتيفتي من شوية كنت بقول ان الوني تبقى بالنسبة لي المانيفاكشن واضحة وملموسة مصنع بانتج عربيات يبقى عربية تلاجات تلاجة تلفزيونات تلفزيون لكن السيرفز اليونت بتاعته غير ملموسة وبالتالي ممكن مصرع من وجهة نظر مختلفة وبالتالي هتلاقي ان المانيفاكشن اسهل بكتير من المانيفاكشن بالنسبة لي السيرفز بسبب عدم مضوح اليونت اوف اوف البرودكشن والدليفري بالنسبة لي المانيفاكشن دايما فيه مبين يعني الحاجة ممكن تنتج النهاردة وتتبع بكرا السيرفز لا السيرفز دايما الخلاق بيخلق لكن انت في حلق الاتنين بيتموا في نفس الوقت تمام انت في البنك بتفتح حساب الموظف بيفتح لك الحساب وانت قاعد عشان تفتح الحساب بالاتنين بيتموا انت بتستلم خدمة وبتنتج الخدمة في نفس الوقت لما ده الفرق بين السيرفز وال المانيفاكشن الوحيد فيه المانيفاكشن لو انت عندك مشكلة في المنتج انت ممكن تكتشفها قبل ما المنتج يوصل لل انا بانتج المنتج وقبل ما بيخرج المنتج بنعمل تشيك على قبل ما يخرج برا تكتشف العيوب وتصلحها في السيرفز لا انت في السيرفز هتكتشف المشكلة بعد القح واحد بيحلى الحلاء بوضع شعر اذا مش هتكتشف غير لما شعر كيبوس تمام واحد في المستشفى حصل اهمال مش هتكتشف غير لما تحصل المشكلة وهكذا فدايما مشاكل حل مشاكل في المانيفاكشن اسهل من السيرفز الاماونت طبعا المانيفاكشن فيها دايما انفنتوري اعلى من السيرفز نفسها مش بتخزن الجزء نفسها ممكن يخزن السيرفز مش بتخزن لكن طبعا شركات السيرفز عندها انفنتوري من الماتيريا التي استخدموها اللي وراء الكلام ده الدوات الكفابية الحاجات الاجباليويشن دايما في المانيفاكشن اسهل من السيرفز بسبب زي ما قلنا اليونت بقى وضوطس هنا ملموسة هنا غير ملموسة الابلتي تو بيتنت الدزاين البيتنت نوصد بيها اللي هو حق الاختراع يعني كان زمان عمرنا ما اسمعنا حق الاختراع لسيرفز دلوقتي يبقى موجود على فكرة لكن كان زمان لا نسمعنا حق اختراع طيارة حق اختراع مطور عربية منتج اي حق اختراع لكن دلوقتي في مثلا ناس دكاترة الكبار بيعمل مثلا عملية بتكنيك مختلف فبيسجلها كبرات اختراع باسمه هذه السيرفز بدأت تتسجل لكن مش كتير زي المانيفاكشن فدايما الابلتي تو بيتنت الدزاين في المانيفاكشن جاء اعلى من السيرفز ده عنده استثار في المعايير الاختلاف ما بين البرودكت والسيرفز كمام دكتور تمام السابلاي والدماند احنا دائما عندنا جانبين مهمين جيد السابلاي والدماند مين المسؤول عن السابلاي الابراشنز والسابلاي chains هما دول المسؤولين عن توفير على السابلاي الدماند مين المسؤول عنه السيرز والماركتنج طيب احنا عندنا دايما سريق اوبشنز. دايما السابلاي بيساوي الديماند وده يعني انا بنتج منتج قدريتي على الانتاج في السنة مية وعشرين الف طن والديماند على المنتج ده مية وعشرين الف طن. لو انت في الوضع ده فانت كده في الديماند وده في الواقع ما بيحصلش. يعني في الواقع ما بيحصلش. دايما فيه جاب ما بين السابلاي ما بين الديماند. لو السابلاي بيساوي يبقى انت هنا هتعمل بلاننج مرة واحدة في بداية حياة المشروع وخلاص على كده. مش محتاج تعمل حاجة تانية. والدنيا اتوى ماشى زي الساعل وحدث. لكن زي ما قلت دايما في ايه? في جاب ما بين الاتنين. خلاص? في اما السابلاي جريتا زان الدماند. اما السابلاي لس زان الدماند. لو كان السابلاي جريتا زان الدماند. يبقى انا هنا هيبقى عندي هيبقى عندي ليه? انا عندي مصنع امكانياته يقدر ينتج مئة الف طن في السنة. لكن كل المطلوب منك ستين الف طن. فانا هنا عندي ده بيترتب عليه ان تكاليف التشغيل بتاعتك بتبقى عالية. ان دايما تكاليف تشغيل المصنع الكبير اعلى من تكاليف تشغيل المصنع الصغير. وبالتالي يبقى لو كان السابلاي جريتا زان الدماند هيبقى عبها الحاكتين دول. تكاليف عالية وهيبقى عندك غير مستغل. فلازم بيدارة جيدة تستغل الفري ده. ممكن انا استغل الفري ده في ايه? ان انا اعمل للغير. انتج لصالح الغير. شركة تانية شغالة في نفس المجال. انتج لحسابها كده كل شهر مثلا او كل سنة الاربعين الف طن. الويست اللي عندي ده. يبقى انا كده استغلية الويست كوكس. معنا تشوف العكس بقى. لو كان السابلاي لزان الدماند. يعني انا اقدر انتج مئة الف بس المطلوب مني مئة وعطين الف. يبقى السابلاي لزان الدماند. في عندي جاب. فالجاب دي بيتلطب علي ايه? اولا في احتمال ان انت تفقد العميل. العميل اللي عايز كميات كبيرة وما لايهاش عندك. هيضطر ايه جبابة غيرك. ممكن يصبر عليك مرة واثنين وثلاثة. بعد كده خلاص هيشوف شركة اكبر. تدي له كل احتياجات. تمام? فهنا يبقى وممكن يحصل يبقى العميل مش هيبقى مبسوط منك. ولو العميل مش مبسوط من التعاون مع الشركة. مع الوقت هيشوف شركة افضل وهيتعامل معها. يبقى انا هنا بتكلم على السابلاي والدماند. اني دول هيبوا مهمين قوي. الحكة دي واحنا نتكلم على الكلام ده بالترسيل. الجابة دي ازاي بنغطيها والكلام ده كله. يعني لو كانت الجاب في صالح السابلاي او الجاب في صالح الدماند ازاي هنتعامل معها بطرق علمية آآ مختلفة ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل في الشباتر اللي جاي. انا بجرد من فتح نقط مش اكتر بجرد. الموضوعات اللي احنا ان شاء الله هندرس جزء منها كبير. هنتكلم طبعا اول موضوع ان شاء الله المرة اللي جاية هو الفوركاستنج. الفوركاستنج اوف ديماند. طبعا اللي ميعمل الفوركاستنج اوف ديماند هم مبتوع الماركتنج مش ال اوبريشنز. انا كاوبريشنز باخده كاينبوت. مجاهز. مجيلي مجاهز. ليه? ان كل القرارات الخاصة معتمدة على الفوركاستنج اوف ديماند. يعني هدخلك الفوركاستنج اوف ديماند كاينبوت. الاجريجيت بلاننج الانفنتوري كل ده بيخش فيه الفوركاستنج اوف ديماند كاحد الانبوت الاساسي. عشان كده اول شابتر اللي هنجلسه ان شاء الله هو الفوركاستنج عشان هنستخدمه كتير بعد كده. الكاباستي بلاننج وده هيبقى الشابتر اللي هنجلسه مباشرة بعد الفوركاستنج ازاي نعمل اللونج رينج بروداكشن بلاننج بنسميه الكاباستي بلاننج دايما. ده عادة بتعمل مرة في بداية حياة المشروع. وبعد كده اثناء التشغيل بتظهر الحاجة مرة اخرى لعمل الكاباستي بلاننج. هنتكلم على الاسباب اللي تخليك تعمل الكاباستي بلاننج. دي اخر مراحل 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 بلاننج. هنفع الجزء منها بس في شابتر هنتكلم على الحاجة اسمها بالتفصيل. برضو هنتكلم على هنتكلم على دي الموضوعات اللي احنا ان شاء الله هنغطيها في المنهج بتاعنا بإذن الله. طيب الديسجين ميكينج يمكن اكثر. طب. دي حد اقولت الماركتينج جديد احنا هندرسها في الماركتينج دلوقتي والمدريس اللي لو حد ينش تفاصل. لا. احنا هندرسها ده اول شابتر هادرسه في المادة بتاعتنا هو الديماند فوركاستنج. لكن مين بيعملو? اللي بيعملو هو بتاع الماركتينج مش بتاع يعني الديمانجر بيجيلو الفوركاست من بتاع الماركتينج. لكن انا هوريك ازاي بيتعامل طبعا. انا هتدي لك شابتر كامل عن الفوركاستنج منهارده. والمرة جاة كولة هنتكلم عن الديماند فوركاستنج. ان شاء الله. عشان يعني ساعات هتلاقي انا بقولها عشان اه في الامتحام وكتلاقي سؤال في الماركتينج مش عارف كده. فطبعا بالنسبة للديماند هو الماركتينج. لكن بتاع هل بيعان فوركاستنج? اه بيعان فوركاستنج. الاسعار والحاجات اللي تقصهم. يعني لما اخطيه لك الفوركاستنج لبتاع الوبريشنز. خانا اتكلم عن الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل المرة اللي جاية بإذن الله. دكتور بعد اذن حدركة طالما في انت طالما في فوركاستنج في اكتر من دبارتمنت. مش برضو ممكن يكون في اكتر من دبارتمنت في اكتر من دبارتمنت في نفس الشركة? يعني هل كولومبي يبقى اوبريشن ولا الوبريشن بتبقى هو لازم يبقى فيه قسم معين هو ده الوبريشن بتاع الشركة. لا لا. بيختلف من يعني احنا مسلا تعال اشوف الوبريشنز في كلية عندنا. اه. الوبريشنز في كلية عندنا هي الاقسام رئيس القسم. رئيس القسم هو الوبريشنز ماناجر بتاع القسم ده. اه. يعني رئيس القسم هو الوبريشنز ماناجر بتاع ليه بتاع القسم ده. فكل قسم ممكن يبقى له اوبريشنز. اه كل قسم يبقى له اوبريشنز. اه. اه. وممكن في الاخر بقى يرؤوسهم واحد كمدير عام. يعني كان رئيس القسم ده مدير ادارة. وبيرؤوسهم في الاخر مدير عام. اللي هو مثلا عندنا بيبقى وكيل الكلية لشؤون التعليم. نحن بالنسبة لنا احنا. مثلا شغل الابريشن شغل الجداول والدكاترة والانتداب والقصد كلها بيعملوا رئيس القصم. تمام? مين بقى في الاخر اللي بيبقى مرشف على الكلام ده في الكلية كلها وكيل الكلية لشؤون التعليم? فكأن هنا كل رئيس القصم هو الابريشنز المانجر بتاع القصم بتاعه. مين بقى مدير العام بتاع الابريشنز هو وكيل لشؤون التعليم. وهكذا. فكل شركة هيبقى لها نظام. كمان. شكرا بك. ها? في الوقت الموضوع بقى الديسجين ميكينج. الديسجين ميكينج. زي ما بنقول ان دايما اي مانجر في الدنيا هو لودورين. يعني المانجر لازم يقوم بالحقين دون. بيخطط بيعمل خطط يعني. وديسجين ميكر بياخد قرار. يعني ما نفعش الموظف اللي عندك يروح في سالك في حاجة تقول له ما عرف. لازم تبقى متخز قرار. لازم تكون متخز قرار. او ترجع للأعلى منك. عشان تاخد قرار. لكن في الاخر المانجر هو بلانر. في احنا بنقول كده ان ايه? ان دايما احنا في الابريشنز عندنا في ديسجينز بتأثر على الدزاين بتاع السيستم. وفي ديسجينز بالابريشن بتاع السيستم. الدزاين بتاع السيستم زي مثلا انت لسه في او بتختار الموقع بتاع المصنع اللي هتعمله. هتختار موقع المخزن. هتختار موقع ليه مركز تسويق ليه. وكلام ده كله. يبقى دي كلها قرارات خاصة بالدزاين بتاع السيستم. وفيه قرارات خاصة بالابريشنز. الابريشنز بقى اللي هو زي البروداكشن بلاننج والإنبنتوري والترانسبورتيشن والبورحاوسنج والبروداكشن نفسه. الكلام ده دي. ففيه قرارات خاصة بكده. وفيه قرارات خاصة بكده. نحن طبعا هناك حاجات خاصة بالدزاين وحاجات خاصة بالأوبريشنز. يعني احنا مثلا بالنسبة ليه الدزاين يمكن موضوع واحد بس اللي هناخده اللي هو الاستراتيجيك باسي بلاننج. الاستراتيجيك باسي عشان لما اجي اعمل المصنع. نعمل حجم المصنع دي كبير ولا صغير. ننتج كام الف ولا اتنين ولا عشرة. قال ليها طرق ولها حسابات. فده هندرسه ان شاء الله اللي هو اللوكيشن دي مش هندرسها لكن هو فيها طبعا الشابتر موجود ومكتوب. الكامل على ازاي تختار اللوكيشن اللي هتعمل فيه بقى المصنع او البنك او المطعم او اللي انت البزنس اللي انت هتفتحه. وازاي تعمل الترتيب ليه الاقسام جوه المصنع نفسه. فده كل دي قرارات خاصة بالدزاين بتاع الايه السيستم. احنا من دول هندرس حاجة واحدة بس اللي هي الايه الاستراتيجيك باسي بلاننج اللي هي اول نقطة هنا عنده. السيستم اوبريشنز بقى دي القرارات الخاصة بالاوبريشنز نفسها. فاحنا من الاوبريشن هنتكلم على الانفنتوري. هنتكلم على الاسكيدولينج. هنتكلم على الكواليتي كنترول. دول الثلاث موضعات اللي احنا نجلسهم تحت السيستم اوبريشنز او الدسيجن ميكين في السيستم اوبريشنز. طبعا كل جزء من ده هيبقى فيه الاول جزء السياريتيكال وبعدين بديك بقى الكونتاتيك تكنيك اللي بتستخدم فيه الكلاندر. سيبقى بقول ان ان اي مانجر هو لو دولين. اول حاجة بلانر والدسيجن ميكين. يعني لازم المديري بعنده قدرة على انه يعمل بلانز. زي مسلا احنا عندنا رئيس القسم. اه البلانز اللي بعمل ايه? الجداول. يبدأ يرتب الجداول ومين هيدرس ايه? ومين? والمادلة دي هتيدرس الاول وراها دي والخصص دي كله. فده بالنسبة ليه الكليات بتتم بشكل ده. ادي معنا كلمة بلانر. متخس قرار. القرارات الخاصة بيه منها بقى قرارات خاصة بيه زي مسلا ايه الرسورس اللي هو هيستخدمها والاماونت اديه. انا مسلا مصنع بينتج عربيات. فانا ايه الرسورس اللي هستخدمها? المصامير الساج الكلام ده كله. فانا بحدد هحتاج من كل حاجة اديه. يعني ايه هي نوعيات الرسورس اللي انا عايزة? وايه الاماونتس اللي انا هستخدم? وين الكلام ده محتاجه امتى? عشان تعمل بقى وتقدر تنفذ العملة في موعدها وين كلها? وير الكلام ده هيتعامل فين فيه المصنع? مين مسؤول عن ايه? تمام? ويه بتاع القسم او بتاع المصنع او خط الانتاج بيتم ازاي? ومين هدي كلها خرارات خاصة بالأوبريشنز. كنا ما هيقابلنا بالتفصيل ويحنا شغالين بقى في الشبات اللي جاية. عشان ناخد قرارات في طبعا تولز. في تولز. التولز دي احنا ان شاء الله في في المنهج بتاعنا هنستخدم منهم بتو تولز. اللي هما الاتنين لقونين. المادلز. والقونتكتب ابروش. دي التولز اللي احنا نستخدمها. للدسجين ميكينج في المادة بتاعت الوبريشنز. فيه طورة تانية زي. انالسيز اوف تريد اوفز و سيستم ابروش ويستابلشنج البيوريتيز. دي طورة تانية برضو او تولز بتستخدم في موضوع الدسجين ميكين. هنديyo لك فكرة عن كل واحدة من دول. تمام. اااااا. لكن هيبقى ان شاء الله في الشبةывать car. قولي تركيزنا على المادلز وعلى القونتكيتيف ابروش. تعالى نشوف كل واحدة من دي معاناها ايه? يعني ايه مادلز? كلمة مادل هو عبارة عن An Abstraction او Simplified Representation of the Real System. يعني المادل هو عبارة عن Simplified Representation of the Real System فاحنا دايما الموديلز بنسامها إلى ثلاثة أنواع أساسين Physical Models Schematic Models Mathematical Models الفيزيكال موديل يعني Physical Model مثلا زي السيمولاتور بتاع السفينة اللي موجود عندنا في الأكاديمية فالفيزيكال موديل يبقى هنا بيبقى إيه بيبقى حاجة شبه السيستم الأصلي وبيقوم بنفس الخصائص بتاعته بالضبط قبل ما الطالب يتدرب على سفينة حقية احنا بندربه على السيمولاتور ده السيمولاتور ده عبارة عن مبنى المبنى ده فيه قوضة كبيرة كده القوضة دي عاملة زي الكبينة بالضبط بتاعت اللي ايه؟ بتاعة الأبطاء بتاعة المركبة بالضبط وفيها شاشات بشبه الشاشات والمكان ده المبنى ده متحوق كده داير كده ستاير اللونها أزرق اللي تعملك لون ميت البحر وبيقدر يغير لك بقى الجو بالكمبيوتر الصابعا ان يخليك الدنيا تشتي ويخليلك فيه الموج عالي والموج قليل ورياح والقصد كل ما زي مثلا السيمولاتور بتاع الطيارة اللي في كلية اللي كلية الجوية فدايما الطالب بتاع كلية الجوية قبل ما بيطير بالطيارة الحقيقية لا بيدربوه على السيمولاتور بتاع الطيارة طيارة وقفة على الأرض ما بتطيرش طبعا خلاص شبه الطيارة بالظبط وفيها المكان الكبينة بتاعة القائد بتاع الطيارة وفيها الشاشات وفيها كل حاجة والشاشات دي بيتصور فيها فيديو كده السماء كأن يعني حد بيبقعت في الطيارة وبيتصور اللي بيشوف الطيارة وهو سيء الطيارة وده بيبقى قدامك على الشاشة فكأنك بالظبط تطير بالطيارة بس طيارة متحركش ما بتطيرش أصلا لكن بيوريك أنت بتبقى كأنك طير وبتنزل دايخ كأنك وتطير بطيارة بالظبط ده اسمه فيزيكا الماضي برضو فيه كان سيموليتو عامينه احنا الأكاديمية لهائة السك الحديد الجرارة متاع القط تمام بس برضو زي ما قلنا سابط ده بيستخدم فيه التدريب يبقى ده الفيزيكا الماضي وده طبعا مش هنستخدمه في المنهج بتاعنا الاسكماتيك الماضي ده شبه السيستم لكن مش بنفس الحج زي الصور لانا فصورت الطيارة ده اسمه اسكماتيك الماضي وده برضو مش موضوع احنا موضوعنا مين الماسماتيكا الماضي الماسماتيكا الماضي هو عبارة عن مجموعة من الريليشنشيبس معادلات انيكواليتيز الخصص دي كلها وهو ده اللي احنا هنعتمد عليه في شغلنا كتير جدا في المنهج على الماسماتيكا الماضي احنا بقعد اديك بقى ايه معادلات والموز وحاجات كتيرة جدا في المنهج بتاعنا ان شاء الله لكن مش صعبة حاجات بسيطة مش مصد ومعانا سوفت وير بيحل كل الكلام ده انت ايش محتاج تبقى محترف في الحل طبعا كل حاجة من دي ليها العيب وليها الميز بادي انواع الماضيكا يعني شابه بالضبط السيستم الحقيقي هو شابه لكن مش بنفس مش بنفس الحاج ما زي ما قلت ده الصورة كده الماسماتيكا الماضيكا ده طبعا ما بيشبهش خالص ده شوية معادلات والرياضيات والكلام ده كله لكن بتمثل السيستم الحقيقي زي ما قريك ان شاء الله وحنا شغلوا البانفاتس بتاعة الماضيكا لكن اهم ميزة هي طبعا ان التعامل مع الماضيكا هيبقى دايما اسهل وارخص من التعامل مع السيستم الحقيقي يعني بس ما بيدربه الطالب بتاع كلها الجوية على السيملياتور بتاع الطيارة ده ارخص بكتير من التدريب على الطيارة الحقيقي واسهل ما فيهاش اي ريسك ولا اي سطورة تمام يعني الطيارة مش هطوع به ده وقف على الارض لكن لو طارب الطيارة هو لسه بشهر حاجة يعمل حاجة بازل داني فهنا دايما التعامل مع الماضل بيبقى اسهل وارخص فيه من التعامل مع السيستم الحقيقي دايما التعامل مع الماضل ده بيستخدم للتدريب انت بتتدرب عشان تفهم السيستم الحقيقي اكتر فاانت لما هتتعامل مع السيملياتور بتاع الطيارة او بتاع السفينة مرة اعلى اتنين او ثلاتة لما تيجي تركب الطيارة الحقيقية هتبقى الدنيا أسهل إنك إنت خلاص بدأت تتفهم وفهمت كل حاجة على حاجة بدون مخاطرة إنت ما تتضرب على حاجة عارف إنه ما فيش منها أي ضرر هتبقى جريء واتعمل كل حاجة لكن ما تتضرب على طرحها وإنت خايف أنه ممكن تعمل مشكلة سربة خطورة فتعليمك هي بقى صعبة شئ برضو فيه ميزة مهمة قوي في الموديلز اللي هي الواطيف أناليسز الواطيف أناليسز دي بقى مش على الفيزيك الموديل دي بتتعمل على مثلا زي فيه حاجة اسمها سيميليتور وحاجة اسمها سيميليتور اللي هو زي السيميليتور بتاع سفينة بتاع طيارة بالساعدة من التدريب لكن سيميليشن موديل ده عبارة عن كمبيوتر بيزد سيميليشن موديل ده مثلا أنا كنت في الدكتوراه مثلا عملت سيميليشن موديل لمينة ده كان عبارة عن كمبيوتر سيستم عملته تمام؟ بالساعدة فيه ده أنا مثلا أفترض دلوقتي الناس بتعمينا. قرروا يبنوا رصيف. في المين? رصيف جديد. فانت عشان تبني رصيف جديد في المينة. عايز لك سنتين تلاتة. وعايز لك تصرف لك مسلا عشر مليون دولار. وممكن في الاخر بعد ما تعمل كل الكلام ده يطلع الرصيف ولا له اي لازب. لحسن من اداء المينة. بتاع السفن زي ما هو وكل حاجة زي ما هي. احنا ممكن بقى على موضوع نعمل الكلام ده. من غير ما نتكلف ولا ما ليه. انا مسلا كان الكلام ده انا عملته في الفين وخمسة. يعني من سبعتاشر سنة. يعني كنت في بدأت الدكتوراه الفين واثنين. عدت الاول سنة ونص تريبا ادرس مواد وبعد كده سنة نص اشتغلت فيه الرسابة. فالسنة ونص دول عملت فيهم المواد ده. كان ايامها مثلا مينة اسكندرية في الوقت ده. اه في سنة الفين وثلاثة والفين واربعة كانت بتستقبل حوالي اربعة تلاف ومئتين سفينة في السنة. يعني اربعة تلاف ومئتين سفينة بيخشوا وطلعوا المينة تفرير وشحنه والقصص دي كده. كنت انا عشان اه اشغل المينة على الكمبيوتر لمدة سنة كان بتاخد عندي على الكمبيوتر في الوقت ده اربعة وعشرين دقيقة بالزبط. يعني انا عشان اسيميليت المينة لمدة سنة فتعمل رن المينة على الكمبيوتر يقعد اربعة وعشرين دقيقة. في الاربعة وعشرين دقيقة دول بيخش في حدود الاربعة تلاف سفينة شحنه وتفريغ والقصص دي كده. فكان الماضل بعد اما شغل المينة لمدة سنة كان بيطلع لي حاجة اسمها يعني يحسب لي متوسط بقاء السفينة في المينة قد ايه متوسط زمن الشحن التفريغ القصد جلال بضايع الكلام ده كله. فممكن انا اعمل اجري السيموليشن بتاعي واطلع بيانات قبل ما ادخل الرصيف الجديد. اجي بعد كده اعمل ايه? اجي بعد كده اروح على الماضل اللي انا عامله. اغير عدد الارصيفة هي كان مينة كان في الوقت ده كان فيها اعتقد واحد وتمانين رصيف. فلو انا عايز ابني رصيف جديد هروح على عدد الارصيفة خليها اتنين وتمانين بدل واحد وتمانين. واروح اكتم مواصفات الرصيف اللي انا عايز ابنيه. تمام? الطول بتاعه الغاطس بتاعه نوعه هيستابل السفن بطايع عامة ولا فحمة ولا امحة ولا ايه بالزبط. استطيع المواصفات. واروح اعمل رن مرة تاني. بالوضع الجديد. واشوف ايلا هيحصل. وطلع البرفورمس انديكيتر وقارن ما بين البرفورمس انديكيتر قبل وبعد الرصيف. لقيت حصل فيه تحسين يبقى نوصي ببناء الرصيف. ما حصلش يبقى زي الليتر. يبقى انا هنا لاتكلفت حاجة ولا عدت وقت ده هو كل موضوع نص ساعة تخلصه. يبقى ده 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 الفكرة بتاعك ازاي تستخدم في الواطئي في اناليسز. يعني ايه اللي هيحصل لو بيانت رصيف? ايه اللي هيحصل لو بيانت اتنين? طب ايه هكذا. فدي دي كل دي مزايا ودي يمكن اهم ميزة في هو الواطئي في اناليسز. ان انا قدر اعمل ما يسمى بالواطئي في اناليسز. طبعا تفضل. اه اهم سؤال ايه? طيب هو اه اه الان بي اي هل بتساعد في اي دكتوراه في الاكاديمية ولا هي بس دي بي اي? لا في دي بي اي وفي عاملين اه دكتوراه جديدة كده مع جامعة في امريكا بتاعة دي بي اي من الاكاديمية وبي اي اي دي من امريكا. طيب يعني انا مطلوش انا باكت. او برنامج المشترك بينا وبين جامعة اسمها ميريوود انيفرسي دي في ولاية اه بنسلفانيا. والطالب اللي بيخش البرنامج الدي بي اي اي اا بياخد من عندنا احنا دي بي اي ومن عندهم هما بي اي اي دي. عشان هما معندهمش دي بي اي. فهما عادلوا الدي بي اي بتاعتنا بي اي اي دي بتاعتنا. طيب برضو بالنسبة نسبة اي اي حد يخش البرنامج ده يديه بحقام كده كده على طول. اه اه تعمل. خلاص ساعة بس كده يعني. اه اه استيميليشن موديل طبعا بيبقى له مراحل عشان تبنيه. انا بعمل موديل بيحاكي المينة يعني ايه ويحاكي المينة كأن المينة بتشتغل. كان الموديل ده مسلا عندي اول حاجة بيعمل ايه? انه بيكريات سفينة. فانا كنت باستخدام طبعا الستاتيستيكس بشوف بتاع وصول السفن لمينة اسكندريز زيه. فكان اه بجمع داتا فعلية من المينة اه ومنها بكريات البروبيلت دي سبوشن لوصول السفن. فكان اول حاجة بيعملها الموديل ده انه بيكريات سفينة. سفينة وسط. الساعة تمانية الصبح يوم السابت. خلاص? السفينة دي لها مواصفات. بيبدأ الموديل نفسه يكريات مواصفات السفينة. للداتا الفعلية اللي انا ايه مغزي بها الكمبيوتر. هيحدد لنوع السفينة ايه ووفقا افرد خمسين في المائة من السفن اللي بتيجي من اسكندريا صفن حويات. يبقى السيميليشن موديل لما شغله هيطلع لي خمسين في المائة من السفن اللي هو عمل لها صفن حويات. عشرين في المائة صفن موضوع عام هيكريات عشرين في المائة يعني يعني لها علم طبعا الكلام من ده بيتعمل. عشان في الاخر ابني موديل يحاكي الواقع شبه الواقع بالصبت. يعني المينة في السنة بيجيها في حدود مثلا افرد من 4000 ل 4500 هتلاقي السيميليشن موديل لما تشغله عشر سنين كل سنة هيجيب لك عدد صفن من الرقم ده للرقم ده بالنسب المختلف بالمواصفات المختلفة للصفن. يبقى كان المينة شغال بالظبط في الواقع. خلاص? فانا اي معلومات عايزة اي حاجة عايزة اجربها بتديله القيمة الفعلية اللي هي موجودة وتديله القيمة التجربية اللي انت عايزة تجرب ويحسب لك الفرق ايه اللي حصل? الدنيا تحسنت ولا سائت ولا ايه اللي تاني بالظبط? يعني مثلا احد الامثالة بيحسب لي بتاع السفينة في المينة دي. خلاص? فانت هتشوف هتحسيبه قبل وبعد. طب زاد يبقى اللي انت بتعمله ده بكعب للدنيا. طب قال اللي بقى اللي انا بعمله ده كويس. كده يعني. يعني ليها نظام يعني. ليها ليها نظام. يعني احنا فيه تخصص جديد خلاص اعلننا عنه يعني. يعني يعني انتم ممكن تخشوه بقى كده ان شاء الله. اللي هو اسمه management and decision making. فالتحاصل ده هتدرس بقى السيموليشن اللي انا بوجد عليه ده. يعني هتدرس بقى مادة عن السيموليشن زي تعمل ديزاين لسيموليشن ماضي. وليها programming language وليها قصص كده. يعني طب موضوع كبير مش موضوع صغير. يعني علم كبير مش مش حاجة صغيرة. يعني عايزة ايه تدرس وتتعلم وتبني الماضيل وقصة يعني. اول حاجة طبعا ان فيه quantitative information كتيرة. يعني فيه حاجات ما تدرس تخدها في الحزبان. يعني ايه في مثلا حصلت اي طغارات سياسية في الدولة البنينة قفلت. الماضي العمر ما هي ياخد حاجة زي كده بالاعتبار. لكن مثلا الطغارات والتقص والكلام من ده دي انا كنت بدخلها في الماضي. انا عندي جدل النواات بتاعة اللي بتيجي مثلا في اسكندرية. فوفقا ليه جدل النواات فيه اوقات بيتقفل فيها المينة. في الحاجة بتخش. تمام? او الصفن اللي بتيجي بتقف بره بتخش الجوة. فكان الـ ماضي بكريات الايه الكلام ده. وبيحض التغارات والتقص في الاعتبار والنواات والقصد كلها كان بيطلع الكلام ده. انه انا بغزي بمعلومات وبطلع بيها وكلام من ده. وهو بناء على النواة مسلا معروفة بتيجي من يوم كزا ليوم كزا. فهو ماضي فيه كالندر. فلما يجي كريات السفن اللي هتيجي في اليوم ده. اكيد اليوم بتاع النواة عد السفن لا يفرش مينة غير الايام العادية. الحركة هتختلف شوية. فكان كل ده بيتحسى بيقفز فيه الحزبان. فانا في بعض الحاجات اللي هي ما ارداش ان انا حاولها الى و بالتالي الموضل مش هيمثل الواقع ما في مينة. الموضل ممكن يكون مش مزبوط. انت لو عملت الموضل غلط خلاص كل انت نتاجي بتاعة تعمله غلط. انا لو الموضل اللي انا عمل له بتاع المينة ده. اه كان فيه معادلات مش مبنية صحة. كان فيه اه ارقام داخل غلط. بقى حيطلع لكل الاوضل بتاع غلط. تعالش كده اه دايما فيه اما تيجي تبني الموضل فيه مرحلتين بيتعاملوا حاجة اسمها وحاجة اسمها ان انا اتأكد ان الموضل بيكريات اه اوضوت زي السيستم الفعلي بالضبط. ودي لها طرق. ان انا اتأكد ان المعادلات صحة. الاقام صحة. كل البيانات مضبوطة. العلاقات بين الاخسام وبعضها البعض معمولة صحة. الكلام ده كله. فلازم الكلام ده بياخد مجهود عشان في الاخر اقدر اقول الموضل ده سليم. ان انا اه الموضل اللي انا عملته مثلا. بخليه كريات دات. وبجيب داتة فعلية من المينة. وقارب. هل الموضل بيكريات نفس ده يعني مثلا ايه. اه. تلاقي الموضل يطلع لك سفينة طلها خمسة متر. وده مش مزبوط. ده الصفن مثلا اللي بتيجي المينة اقل سفينة طلها مثلا عشرين متر واعلى سفينة طلها متين متر. فيب ايبه لازم الموضل بتاعي كريات صفن بالاطول دي. ما يطلعش سفينة طلها تلات تلاف متر. مافيش سفينة طلها تلات تلاف متر يبقى الموضل ده غلط. اه. مافيش سفينة طولها خمسة متري بالموديل ده غلط. فلازم ايه بخلي الموديل كريات داتا وبقارنها بالواطع صص كبيرة كده بالترمي. فالحابب ان شاء الله التخصص ده تقدر تخشه التيرمي الجاي. لو انت غابة سايبه كله حاجات يعني يعني اللي انا بقدرسولك في المادة بتاعت دي يعني كل حاجة هدالك شابت. لا انت في التخصص ده كل حاجة هتاخدها مادة. يعني هتاخد مادة كاملة على مثلا الامربيل. هتاخد مادة كاملة على البروداكشن بلانيج. هتاخد مادة كاملة على التواليتي كنترول. مش مش مجرد شابتر في كتاب. هتاخد مادة كاملة في الابريشن. هتاخد مادة كاملة في يعني يعني موضوعات كبيرة بقى. هتاخد مادة عن حاجات كده. يدي التصمية يا دوتر ديبنا حابب يعني أو مجاله في التصمية أو الموضلز تستخدم هنا وهنا يعني السيمليشن موضل تقدر تعمله البنك يعني مش لازم في مصنع قبالك يعني يعني مشتعل سيربس أو مشتعل سيربس أو شهر مش لازم تكون بس قبالك يعني كده أو كده يعني الاتنين شغالين واحده إذا ما قلت بقى فيه براح بقى يعني أنا هنا في الشابتر ببقى مزنوق ما بقدرش أقول لك كل المعلومات فبديلك يعني ما يكفي الزمن بتاع الشابتر اللي أنا هديه ده لكن لما هيبقى مادة كاملة لا فيه براح بقى فاتاة تطبيقات كتير على السيربس تطبيقات كتير على هو تخصص حلو مواده جميلة جدا أنا اللي حطت طبعا المواد دي كلها بتاعة التخصص ده بس هو عيبه الوحيد إنه زي ما قلت فيه كتير شوية فاللي هو ملهوش في الأرقام والمعادلات والقصد كلها حيلاقي التخصص صعب شوية اللي الدنيا شغالة معاه في الحاجات دي فهيبقى الدنيا كويسة طيب يبقى إحنا زي ما قلنا إنه المادلز ده أحد الفاجات المستخدم فيه زي ما قلت مثلا زي الحاجات دي كلها فدي إن شاء الله زي ما قلت إحنا نعدي فكرة أنا بس على في المادة دي لكن هي في التخصص يقول لك عليه هتتدارس كمادة كاملة يعني مادة كاملة بس في اللي نكو ده بالكونتوري بأبوتش معاشر قطع طبعين حاجة في حياتنا كلها مش تاخد فيها يعني كان في حاجة تانية الماركة يعني قضي مادة تعتبر دخلها في كل حاجة آه تمام يعني اللي بندير مكان أو كده لازم يعني هاي يعني طبعيتك في الصوت طبعا تبقى لازمتها إيه هلا هو صوتها قطع في الاخر كده ما سمعتش تقول دي بالحدة الخير يعني عصدي حد دي كده تتضر هي في كل يعني في كل الدنيا يعني النهاية الدنيا كلها عبارة عن المثال فأي حد يدير حاجة آه يعني هوا بس يعني أنت بتكلم على تخصص جديد فتخصص جديد آه ينفع لأي بزنس يعني ينفع لأي بزنس وأي مدير تمام لأنه هو زي ما قلت احنا مسمين operations management and decision making يعني هنديك بقى اللي بتستخدم فيه decision making زي simulation statistical analysis الحاجات دي كلها دي هتاخدها كtools لل decision making زي دي operations management اللي انت هتدرسه في المادة دي بس هتاخده ايه كمادة مفاصلة كل موضوع مادة مفاصلة الموضوع بيوسع شوية الموضوع عن المادة دي بيوسع شوية طبعا كتير يعني بيوسع بعد ما هتاخد مادة انت هتاخد سبع مالد سبع مالد يعني دي مادة ستراتيجية دي هندرس بلول علينا انا قصدي كمادة التفاصص حاجة ستراتيجية اه بالظبط كي اه بالظبط كي اه بالظبط كي اه بالظبط كي ان انا بقى ببدأ استخدم الماسماتيكس والستاتيستيكس عشان احل الماناجيريال بروبيمز فطبعا فيه تولز كتير قوي فيه منه 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 كيوينج تيكنيكس الانبنتوري مادلز بروشيك مانجمت كتير جدا تمام احنا طبعا هنا يمكن هندرس بس الانبنتوري واللينيار بروغراميك الكيوينج تيكنيكس في حاجات دي يمكن في التخصص تاني هتتدارس طبعا بالتفصيل لكن هنا هنتكلم على موضوعين فقط لغير الانبنتوري مادلز فدول بيستخدمه في وهوريلك الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله بيتعمل ازاي فدول الفاكتين اللي احنا هنستخدمهم ان شاء الله في المنهج بتاعنا يبقى المادلز والكونتاتيف بقيت الحاجات اللي اقولها دلوقتي دي مش هنستخدمها في المنهج لكن هنقوم بس فكرة عنها يعني الكلام ده فعندنا الاناليسيز 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 ان انا دايما بحدد يعني المزايا والعيوب الموجودة في المادلز وبشوف ايه الموجودة في المادلز يعني ايه الكلام ده يعني مثلا ما اجي هتكلمك في الانبنتوري في الانبنتوري احنا دايما هدفنا ان انا how am communications تENE معناها ايه 84% معناها ان في احتمال 10% ان يحصل عندك استكأو يعني العميل يسأل على طلبه ما يلاهوش وفيه احتمال 90% يسأل على طالبه ويلعين او بمعنى اخر ان كل ميت اوردر يطالبوا منك هتقدر تلابي 90 منهم وفيه 10 مشاهدة تلابيه قادي معنى ان 90% فانت عشان تزاود ده بيترتب عليه ان الهولدين كوست بتاعتك بتزيد اذا انا هناك كله ما زاود الكوست بتزيد بس انا هدف لو انت قللت الكوست اذا انا هنا بعمل ايه بعمل عملية يعني بعمل مقارنة بعمل مقارنة بين الاتنين بقارن وبقارن بالكوست والله لو البنفت اعلى من الكوست هيبقى هننفذ الموضوع ده العكس بقى مش هنفذه اذا انا هنا لو انا هزاود وهايزاود الكوست بطريقة اعلى يعني ما كان ايه انا زاودت السيرفيس ليفل من تسعين لخمسة سعين في المية بس ترى طبعا ان الكوست زادت اتنين جنيه فمش مهم نحس ان الخمسة في المية دي مهمة جدا عن الاتنين جنيه اللي زادت لكن لو انا هزاود السيرفيس ليفل خمسة في المية بس هزاود لغي الكوست ملايين لا يمفيش ده يمفيش ده نعمل فسادي حتة التريد اوفس انا بخارن ما بين حكتين بعمل المزايا والعيوب بعمل بخارن ما بين الاتنين دول والله لو البنيفتس اعلى يبقى نجوه في اتجاه ده اقل يبقى مش هنجوه في الاتجاه ده زي مساء ديك مساء التاني دلوقتي نختار دلوقتي انا بتكلم على سوبر ماركت مثلا زي كارفوك جاء عمل بتاع مثلا اي بند ولا يكون علا بالسلسة السنة الجاية لقاه هيطلع اتناشر الف دي بس سنة الجاية مطلوب مني ان انا ان شاء الله من بيعيتي المتوقع من علا بالسلسة اتناشر الف علب طب انا اجي في اول السنة اشتري من المصنع على اتناشر الف علب وفزينهم ومعدة بيعملهم هدي اوبشن الاوبشن التاني بدل ما اشتريهم مرة واحدة في اول السنة نشتريهم على دفعتين دلوقتي ست تلاف في اول السنة وبعد ست شهور ست تلاف التانيين او على ثلاث مرات كل مرة اربعة تلاف او على اتناشر مرة كل شهر الف كل حاجة من دي ليها عيب وليها ميزة لو انا اشتريت الاثناشر الف مرة واحدة في اول السنة ايه مزيتها ويعيوبها الميزة الوحيدة انك انت بتقلل الوردرين كوس لانا في انك اترطبت الوردر مرة واحدة لكن ده هيترتب عليه انك هتزود اللي هي تكلفة الاحتفاظ المخزون ليه الاثناشر الف عشان تخزنهم محتاجين مخزن كبير ده رقم واحد محتاجين عدد عمالة كتير يقدروا يتعاملوا مع الكمية دي تكاليف التأمين هتبقى كتير تجار المخزن هيبقى كتير لو مردك لا يبقى حاجة بتزيد وحاجة بتقل والله لو كان الحاجة اللي قلت اكتر من الزيادة يعني لو انا قللت بالف والهولدين كورس زائد خمسمية لا يبقى نروح في الاتجاه ده ان انا اشتري كميات كبيرة مرة واحدة لو كان العكس لا يبقى نشتري كمياته الليلة هو الافضل هاي دي الفكرة بتاعت الاناليسيز اف تريد افس الحاجة لها ميزة ولا يعيب يحسب المزايا ويحسب العيوب لو المزايا اكتر جو روح في الاتجاه ده العيوب هاي اللي اكتر لا ما تلاشى الاتجاه ده ايدي ده بنسمي الاناليسيز احنا هنتعرض له في الوسط كده لما اجي هكلمك على الانبنتوري هرجعلك الحتة دي مرة تانية وافكرك بيها ان شاء الله ده برضو طريقة ليه اتخاذ القرارات ده لو مبدأ كده ماشي عليه ان دايما ان السيستم ككل اكبر من مجموع مكوناته يعني ايه الكلام ده انت دايما اي سيستم هو عبارة عن مجموعة من الايه من الانتر زي ما قلنا من شوية مثلا المنظمة فيها ثلاث وظائفة اساسية فيها في كل واحد من ثلاثة دول كانوا سب سيستم الارجنازيسي كلها سيستم وكل حاجة من دي سب سيستم جزء من الايه من السيستم يبقى طبعا كل سب سيستم من دول له اهدافه لو انت حاولت تحقق اهداف كل سب سيستم على حده في الاخر مش هتوصل ليه الابجيكتب بتاع المنظمة ككل ليه لاني دايما الاخسام فيه بينهم وبن بعض تعارضات هدف ده عيب لدك زي مثلا هديك مساء زي ما قلنا من شوية انت دايما الابريشنز الماناجير عايز الخط الانتاجي بقى جديد كل يوم والتاني عايز يغيره بتاع الفاينانس مش عايز يصرف مش كل يوم والتاني اعطوها التغير وعايز فلوس فلو انت حققت هدف الابريشنز بقى انا كل يوم هغير خط الانتاج ولو انا حققت الهدف الفاينانس بقى انا مش عغير خط الانتاج ده مدى حياة اذا هنا دايما الاهدام بتاعة بتبقى ضد السب سيستم التاني وبالتالي لو انا حاولت احقق الهدف بتاعة كل سب سيستم على احدا في الاخر مش هاوصل الهدف بتاعة المنظمة ككل دي الفكرة بتاعة ده المدد بتاعه بيقول ان دايما هدف المنظمة ككل اكبر من مجموع اهداف الموجودة تحت المنظمة وبالتاني لو انا حققت الهدف بتاعة كل سب سيستم على حده انا في الاخر هاوصل لل على مستوى ككل مش هاوصل بتاع المنظمة فانت دايما يبقى هدفك المنظمة ككل ده رقم واحد دايما بيصبق او بيكون اعلى بيقول مرتبة اعلى من هدف كل قسم على ايه على حده فده ده المبدأ بتاع ايه ال system approach اهو هنا اهو دايما ال system approach بيبص على ان دايما the whole organization is greater than the sum of the parts الparts هي الاخسام اللي جوه الorganization ككل لو انت حققت هدف كل قسم على حده في الاخر هتوصل ليه بتاع المنظمة تكون لكن انا هدفي هيبقى العكس بقى هوصل ليه بتاع المنظمة بصرف النظر ان كل قسم حقق اهدافه الكلية ولا لا دا فكرة system approach وده طبعا مش هنتعرض له في المنهج بتاعنا ان شاء الله اخر approach في decision making هو establishing priority establishing priority دي يمكن مبنية على المبدأ بتاع واحد اسمه parito في حيث اسمها parito phenomena او اللي هو ايه الرجل اسم parito ايه القعد اللي قالها بتاعت ال 8020 بيقولك ان دايما هتلاقي ان 80% من المشاكل اللي في الشركة جاي من 20% من العمال 80% من ارادات الشركة جاي من 20% من العمال 80% من تكاليف الشركة جاي من 20% من من الروماتيريال and so on فهو دايما هنا بتدور على الفيو دول شوية اللي هم 20% المهمين دول على اساس هم دول اللي بيتحدد عليهم الايه الغالبية العظمة من الارادات الغالبية العظمة من التكاليف وده يمكن بدأت الايه البنوك مثلا البنوك بيطبقوا الكلام ده البنوك لو انا مثلا بتكلم على بنك مثلا من البنوك حجم الوضايع اللي فيه مثلا مليار هتلاقي ان 80% من المليار دول يعني 800 مليون جنيه جاية بس من 20% من العمر يعني لو عنده 1000 عميل هتلاقي 200 منهم اللي هم 800 مليون والباقي 800 عميل هم اللي لهم اللي هم 200 مليون اللي بقى اذا انا 20% دول المهمين هم دول اللي انا لازم حددهم وحافظ عليهم وهتم بيهم ليه لانه واحد منهم لو ميشي وخد في الوسق البنك هيتهز لكن واحد لو خمس تلاف اللي عشرة تلاف وخدهم وميشي مع عالف سلام عشكية تلاقي بيصنفوا العملة بتاعتهم الى كاتيجرز مثلا السعي بي مقسم العملة الى 3 كاتيجرز الويلث اللي هم بيديهم دايما الرمز وكده الويلث دول اللي هم بديهم فلوس في البنك مليون فيما فوق ده بيسموهم ويلث اللي بعدهم اللي هم البرايم اللي هو يروح مثلا يعمل يصحب فلوس الى دا بيديهم رقم بيبدأ بحرف الويلث بيديهم رقم بيبدأ بحرف الويلث فهنا البرايم دول اللي هم فلوس من 200 الف الى مليون وبعدين السي اللي هو الكاسمر العادي اللي هو اهل من 200 الف فتلاقي الراجل بتاع الويلث ده يعني اول مايروح البنك وياخد رقم ويلث هتليه مايعودش 3 اربعة دا ويأقد ويهم بالمهم بتاعته ويمشي والناس التانية قاعدة فهو عمليه هو بدأ يطبق المبدأ ده يقسم العمل بتاعته الى يحدد بقى القلة بقى فيه دول اللي هم ليهم اكبر قدر من الوداع في البنك ويهتم بهم اهتمام غير عادي لان اي واحد منهم لكن الناس اللي ليها ارقام صويرة اللي يمشي يمشي مش قضية ده الواحد من التانية بألف من دول وبالتالي بانا عايز الايه الشوية القلة دول اللي انا ههتم بهم اللي بنا عليهم بيحددولي الدنيا كلها فانت هنا المبدأ ده بتاع باريتو اللي هو بيطبق على في كل المجالين يعني انا عندي كتاب كده عنوانه هو اسم الكتاب كده بيكلم علي المبدأ ده وازي تطبقه في مختلف يعني كتاب حوالي تلتمين صفحة وشوي فدي الفينامنا اللي هنتكلم عنها وبيسموها ان تمانين في المئة من المشاكل جاي من عشرين في المئة من العمال تمانين في المئة من الرضاية جاي من عشرين في المئة من العملة انسان. الكلام ده مطبق وده طبعا مش لازم عايشين تمانين بالظرط بس هي المبدأ ماشي كده اه وشغال في كل ايه المجالات التقريب. ازاي حدث بقى اه اللي هم العاشين في المال والليين اللي لهم تأثير اه طوي في البيزنس. انا عملت الكلام ده برضو فيه رسالة بتاعت الدكتورات بتاعت المواضل بتاع المينة ده. المينة فيها اكتيفتس كثيرة جد. تحددت اهم عشرين في المية منهم. طلعه ستاشر حاجة كده. اكتيفتي موجود في المينة هي دي اللي لها التأثير الجوهري في المينة. دي برضو لو حد شغال في مجال البروجيكت مانجمنت. اه الاكتيفتس دايما اسموه الى كريتيكل ونان كريتيكل اكتيفتس. هم دول عشرين في المية اللي هم نتكلم عنه. هم دول اللي هم تأثير على المشروع الكل. لو انت عايز تقلل زمن المشروع اقلل زمن واحد من الكريتيكل دول. عايز تزود زمن المشروع زود واحد من الكريتيكل دول. النان كريتيكل منهمش تأثير في تغيير زمن اللي هي المشروع. دي الفكرة بتاعت البروجيكت. دايما تتدي اولويات لحاجات وحاجات لها. اخر اه نقطة هنتكلم فيها اه في هي حتة السبلاي تشين. السبلاي تشين المقصود بها هو عبارة عن. يعني كل الشركات اللي عاملة في مجال واحد يعني مثلا. هديك مثال دلوقتي على رهيف العيش. السبلاي تشين بتاعت رهيف العيش. بتبدأ من المزرعة اللي زرعت الامح لغاية السوبر ماركت اللي هيبيع العيش. كل الشركات اللي في النص دي دول كل دول اسمهم تشين. يعني انت المزرعة هتنتجي الامح. بعد كده شركات لنقل هتنه الامح من المزرعة تود للمطحن اللي هيطحنوا ويحاولوا لدي. بعد كده عندنا مطحن الدي. بعد مطحن الدي شركة لنقل لاتن الدي من المطحن تود الفرن. الفرن هيغبز العيش. وبعد كده عربية هتن السباء ماركت. بعك يا السوباء ماركت هيبيع الايه العيش. كل دول اسمهم سبلاي تشين. إذن supply chain هي عبارة عن activities and organization involved in producing and delivering a good or service ابتداء من البزرة اللي غاية ترغين في العيش اللي هيتباع ليه الفاينال كونسيومر دول اسمهم supply chain لو هنا في الرسمة دي بقولك suppliers of suppliers بعد كده direct suppliers بعدين ال producer بعدين ال distributor بعدين الفاينال كونسيومر كل الشركات بقى دي هو ده كل ده على بعض واسمه supply chain supply chain يعني الوظيفة دي ما كانتش مقبودة زمان يعني لسه ظهرة قريب يعني كان زمان الناس مش مهتمية بال supply chain خالص تمام لكن أما بدأ الاهتمام بال supply chain بدأوا يحلوا مشاكل كتيرة خاصة بالإنفتوري بدأوا يحلوا مشاكل كتيرة خاصة بال late deliveries مشاكل كتيرة خاصة بالquality لكن عدم الاهتمام بال supply chain هيبع عندك مشاكل في quality عندك مشاكل في الدليفرز عندك مشاكل في الالبنتوري هيحصل عندك وهاكذا لكن في الزمان ما كانش الناس كان كله بيهتم بالمرحلة بتاعته بس أنا عندي مثلا المطحن اللي هيطحن الدي ده ما كانش يهتم بغير بالمطحن ما ليش علاقة لبلة اللي قابله ولا اللي بعده لا أنت لازم لو أنت جوا supply chain معينة لازم أنت مهتم بالمرحلة اللي قابلك واللي بعدك عشان تنظم معهم عشان الدنيا تمشي ليحصل عندك تأخرات في التسليم ولا يحصل عندك inventory كتير ولا يحصل عندك stock out ولا القصص دي فأصبح الاهتمام وبقى تخصص دلوقتي طبعا وموجود حتى عندنا التخصص ده يبقى أنا هنا اللي منقشوها في supply chain إننا فعدم الاهتمام بال supply chain هتلاقي عندك مشاكل في التخصص دي كلها وطبعا فيه تخصص وفيه مادة اسمها supply chain و supply chain modeling دي برضو التخصص الجديد اللي بقولك عليه نعملين إحنا فيه مادة اسمها supply chain modeling هتبدأ تتكلم على الموديلز اللي بتربط supply chains ببعضهم البعض دي الإلمت نعم دي يعني تخت الوبروشنز والذي يعني حاجة موفوزة يعني لا الوبروشنز لا الوبروشنز هي جزء من supply chain الوبروشنز يعني انت بتكلم على شركتك بس الوبروشنز اللي بتتم جوا الشركة عندك فقط لقادي شغل الوبروشنز الوبروشنز اللي هو بيربط الوبروشنز بتاعتك بالمرحلة اللي قابلك والمرحلة اللي بعدك يعني مثلا تعالى مثلا اينا اهو ده رغيف العيش بس كده قادي ابتداء من المزرعة اهي هو لغاية السوبر ماركت اللي هيبيع العيش كل دول عبارة عن supply chain انا مثلا لو الشركة بتاعتها الفورن اللي هيغبز العيش فلازم بقى رابط نفسي به بالمرحلة اللي قابلي اللي هو المطحن اللي هيطحن الديق ومرحلة البعد السوبر ماركت اللي هيبيع لي العيش او هيوزع لي العيش لو انا الشركة بتاعتي هي المطحن ده يبقى الوبريشنز هو مسؤول عن الوبريشنز اللي بتتم جوه المطحن فقط لغير السوبر ميسؤول عن الوبريشنز دي واللي قابله واللي بعده عشان نتلافى بقى المشاكل اللي بتحصل في الانبنتوري والفوركاستنج تاعد ديماند والديليفاريز والخصص دي كلها فكأن الوبريشنز هو الجزء من اللي من السوبر ميسؤول السوبر ميسؤول هي الاعمة والاشمة وزي ما قلت الوظيفة دي ما كانتش موجودة زمان بدأت دلوقتي الشركات اللي شغالة في سوبيلايتشين بدأت يبقى عندها سوبيلايتشين مانجير وباءت وظيفة موجودة اسمه سوبيلايتشين مانجر عشان يربط المراحل من بعضها البعض وده زي ما قلت بيجنب الشركة مشاكل كتيرة منها مشاكل خاصة بالانبنتوري منها مشاكل خاصة بالنقل منها مشاكل خاصة بالدليفري منها مشاكل خاصة بالكواليتي القصص دي كلها انت لو ما عليكش مفيش اتصال بينك وبين اللي قابلك فهيجيب لك مواتف خام بايزة. وبالتالي هقابلك انت مشاكل في المنتج النهائي. لكن لو فيه صلة وبينك بين اللي قابلك وبترتب معك والد اللي انت عايزها والامور دي كلها الدنيا تبقى احسن. فده المقصود بالسوبلاي تشين. اذا انت قدر تقول لي ان هي سبسيت من السوبلاي تشين. مش العكس. يعني السوبلاي تشين هي المهمة الاعلى. خلاص. مسؤولة عن شركته بس. نشاطه هو فقط لغير. نعم? جوه المؤسسة نفسها اه جوه المؤسسة نفسها بالضبط. السوبلاي تشين بيربط بقى المؤسسة. بيربط بقى باللي قابله وباللي بعده. بتاعت رقيه في العيش. بس كده. المراحلة وراء نيت. المزرعة هتزرع الامح. شركة النائل هتيني الامح تودي المطهن. المطهن هيحول الامح الى ديء. بعد شركة النائل هتيني الى ديء من المطهن تودي الفرن. الفرن هيربز العيش. العيش شركة النائل هتيني له تودي سوبر ماركت. او مطعم برا ما فيش فرن بيبيع عيش. العيش بيبيع في السوبر ماركت. احنا عندنا ممكن تشاري عيش من الفرن او ممكن تشاري من الايه من السوبر ماركت. طيب. كل مرحلة من دي يا جماعة بيبقى الـ Value Added بتاعته. الـ Value Added اللي هو الفارق ما بين قيمة الـ Input اللي داخله وقيمة الـ OutBoot اللي ايه اللي خارج من المرحلة دي. فهنا الكلام ده معمول في جاده لهو بسيط كده بيدي فكرة عن الـ Value Added بتاعت المراقل المقتلة. دي هي دي بتاعت العيش. اول حاجة اول مرحلة المزرعة بتنتج ويهي بتحصد الأمح. خلاص؟ بعد كده الـ Weed Transported to the Mill اللي هو المطحن. الأمح هيتنقل للمطحن. دي المرحلة التالية. ثم الـ Mill produces flour. هيحاول الأمح لـ Flour. دي يعني الـ Flour transported to the Baker. اللي هو الفور. الـ Baker produces الـ Bread. بينتج العيش. الـ Bread transported to the Grocery Store. هيروح الـ Supermarket. وبعدين الـ Grocery Store هي display and sales دي. كل مرحلة من دي لها الـ Value Added بتاعتها. دخلها input بكام؟ خرج الـ Output بكام. هو هنا ده مثال افتراضي على كيس العيش او مثلا رغيف العيش. هو هناك بيبدع الكيس على بعضه. فهنا مثلا بالنسبة الفارمر برويوس اند هاربست الويت. هو ده ايه الـ Inputs بتاعت المزارع. تكاليف البزور وتكاليف الزراع وعمالة الزراع والكلام ده كله. تمام؟ فحسب هو لنفسه الـ Value Added اللي هو الفارق بين قيمة الـ Inputs اللي استخدمها. والأمح اللي باعه بقد كده. الفارقة بتاعته خمستاشر ايه؟ خمستاشر سنت. ده على مستوى الرغيف العيش او على مستوى كيس الايه؟ العيش. يعني كأن كيس العيش بيحتاج امح قد كده. مثلا نص كيلو امح. طب نص كيلو الامح ده كلفنا قد ايه? وانا بيعته كام? الفارق هو الـ Value Added. فاصبح دلوقتي ان قيمة الـ Product حتى الان كامح يعني كيس العيش لسه امح تكلفته خمستاشر سنت. طب الامح ده هيتنقل ليه؟ المطحن. فبعد عملية النقل الامح وصل المطحن بقيمته ضاف Value Added يعني شركة النقل ضافت Value Added تاعتها 8 سنت على رغيف العيش او كيس العيش. اصبح لغاية دلوقتي ان كيس العيش ده اللي هو بقى امح موجود عند المطحن. قيمته 23 سنت. طبعا بنجمع. طيب الامح بقى عند ليه؟ المطحن قيمته امح. قيمته 23 سنت. طيب المطحن هيضيف الـ Value Added تاعته 15 سنت. اصبحت دلوقتي بعد ما كيس العيش ده بقى امح. وتحول لديه بقى قيمته 38 سنت. طبعا ده زائد ده يديك. طيب ده الجي بقى اللي هي هيتنقل يروح الفرن. الديك بقى موجود عند الفرن دلوقتي. الشركة انها اللي ضافت 8 سنت. فاصبح قيمة ايه؟ كيس العيش حتى الان وهو دقيق في الفرن. في متو 46. طب الفرن هيحول الديك بقى الى العيش. اضاف الـ Value Added تاعته 54 سنت. فاصبح دلوقتي قيمة كيس العيش وهو عيش اهو بس موجود لسه فين؟ في الفرن. في متو دولار فيه. شركة النقل هيتن اللي عيش من الفرن متوديها الـ Grosser Store. فاضافت 8 سنت. اصبح قيمة رغيف العيش وهو في Grosser Store. لسه مدعش العميل. دولار و 8 سنت. طب جيبها Grosser Store هيضيف الـ Value Added تاعته. خلاص? اللي هي 21 سنت. فاصبح دلوقتي قيمة رغيف العيش في السوق الماركت اللي هيتباع للعميل دولار و 29 سنت. اللي هو يعني لو انت ضفت بقى مجموع البالي هو ده السعر اللي هيتباع به الايه? هيتباع به الرغيف العيش او كيس العيش في السوق. يبقى ادي هنا المسال ده الغرض منه ايه? ان عايز اقول لك ادي هي عبارة عن كل الشركات اللي شغالة في مجال من اول زراعة الامح لغاية بيع العيش. ادي كل المراحل اهو. كل المرحلة اللي هي الـ Value Added تاعتها. مجموع Value Added هي اللي في الاخر بتادييني قيمة الايه? كيس العيش او السعر اللي هيتباع به الكيس بتاع العيش. طبعا زي ما قلت الحتة بقى السابلويتش هين. انا بقى لو لو انا البكر. يبقى انا لازم اربط نفسي بالمرحلة اللي قابلي والمرحلة اللي بعدي. لو انا مثلا الشركة اللي هتنقل الامح من المزرعة توديه المطحن. يبقى انا لازم ابقى مرتبط المزرعة. اه ابقى عارف امتى المزرعة خلاص هتحصل للامح يبقى جاهز للنقل. لازم ارتب بتاع السابلويتش هين بها هيرتب مع المزرعة. خلاص? وبتاع الـ هيتولى بقى بنائنا على ترتيبات السابلويتش هين هي تولى نقل الامح من المزرعة يوديه الفرن. خلاص? ويبقى لازم تاع السابلويتش هينسق مع الفرن. يعني محتاج امتى وانت بجاهز والقصة جولة? وهذه القصة بتاع تربيطات الكلام ده ببعضه البعض. فيه من كده الفكرة جماعة? حد عنده اي استفسار في الكلام ده? دي كده كانت اللي هي المقدمة النظري بتاعة المادة بتاعته. حد عنده اي استفسار? يعني العلاقة بينهم تعاونية. طبعا. 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 العلاقة بينهم تعاونية. ساعات فيه شركات ما بيقاش فيها سابلويتش هين مانجر. فيبقى هو اللي هيتعامل. هو اللي هيتعامل مع المراحل اللي قبله واللي بعده. عشان ينصق بقى الجداول الانتاج والخصص دي كلها. لكن عادة الشركات الكبيرة بيقى فيها بقى سابلويتش هين مانجر. غير الوبريشنز مانجر. الوبريشنز مانجر. ما ما دروسها مسؤولة على الوبريشنز في الشركة نفسها. هو السابلاي مسؤولة على التنصيق بينه وبين اللي قبله والبعض. حصل طبيعة تالية الشركة. الشركات الصغارة مبقاش فيها آآ بيقى فيها بس اوبريشنز لكن ما فيهاش سابلاي تشين الشركات الكبيرة بيقى فيها سابلاي تشين مانجر. وعندنا طلب كتير بالشغله في الوظائب دي يعني. بيستنى الوردر من الوبرائشن يقول انه انا عايز كزا او يعني تنسيقات تنسيقات بقى داخل ايه بقى. يعني يوفر له ويبدأ يشوف امتى اه حدده الاسكادولينج امتى بالكمية هتتوافر هتيجي على دفعات ازاي. اه عربية الانها اللي بيبعار بقى حمولة العربية ادي ايه وبالتالي اه هادر الكمية اللي هينتاجها دي اقدر اجيبها على كام يوم عشان هو يرتب اموره في الجدولة الانتاج القصص دي كلها. يعني تنسيقات بتم اه بطريقة طبعا ايه اه منطقية عشان ما يحصلش فيه اي تأخير او اي دليل في التسليم اي دليل انتاج القصص دي كلها. قد عنده اي استفسار في الكلام دي جا? دي كده الانترو داكشن. انا هبصل بس انا الشغل اجياد حداشر ونص ده ما اتفقنا. فانا هبصل بس التسجيل وعشان الناس بقى اللي بتصلي يبدأ يسمع التسجيل ده. وهبتح تسجيل جديد للفوكاستنج وهدي بس مجرد مقدمة نظرية للفوكاستنج. واكمل ان شاء الله. انا الشغل الثاني يا دكتور. انا وصلتش نفسه مانجر ما عندوش هو حسابات او حاجة تقول ان انا في التوقيت الفراني هلين كذا اغفر كذا اواتنا متعودين ان احنا اغفر الحاجات دي. نازم بيستنى من الابريشن مانجر هو بيجرد حاجات. الابريشن مانجر بيحدد احتياجاته وهو عليه ينصق مع الجهات لتوفير احتياجات في التوقيتات اللي هو محتاجة. يعني هو دوره التنصيق بين الشركة نفسها والمراحل السابقة والمراحل التالية. ويعني بعد اما الابريشن يحول بقى الابريشن الى او دوت هو اللي هينصق مع المراحل التالية في كدوانة الاو دوت هيخدوها ازاي. دي دي القصة بتتم كده بالشكل دي. شوفينا.